يعني من أجمل الانترويوز اللي أنا عملتها سوفار في حياتي كلها الانترويو معاك وأنا استخدمت بيتي كالوكيشن حق الفيلم المجتمع السعودي في 2019 حصلت حولات جزرية دا لي علاقة كمان بإني مفيش حاجة ثابتة كل حاجة بتتغير يعني المجال دا أنقذ صحتي النفسية تماما أولا حياتك كلها جد تقليدية كامرأة السعودية وكامبنت السعودية إحنا كبرنا على عدنان ولينا عدنان ولينا هياومي يا زاكي تارف عدنان ولينا؟ أقسم بالله ما فاهمه ولا كلمة بالتولي بس مش حوارات من القلب مع شخصيات ملهمة حققوا إنجازات فريدة بالنوع في رحلة الحياة لتحقيق الحلم الشخصي في حوارات مع باس ريم بشكرك جدا على وجودك أنا عرف أنها زيارة قصيرة مبسوط أنك معنا النهار دا أنا كمان مبسوطة جدا جدا شكرا على الدعوة إحنا المتشرفين والله الله يستعدك دلالي أنت بتحبي ريم سمير ولا ريم البيات أكتر؟ يعني أحبك عامل ريم سمير البيات طب ولما أنت بتحطي اسمك على فيلم بيتحطيه الزلاسي يس أوكي علشان أحب أقول اسم أبوي أنا معجبة في أبوي يعني من ولدت وأني أموت فيه فأحس إنه علشان كل أحد يعرف من من أبوي دا شيء دايما بتعلق يعني بنبهر بتعلق البنت بالأب صحيح وده اللي بيدل عن الأب كان إنسان كويس صحيح لا يمكن تتعلق بيه إلا إنسان كويس صحيح وكان بيبقى لها كمان مصدر بيكون مصدر للحنان كمان مش بس للسند ولا كدفة تتسند عليه أو كرب أسرة أو كعقل مية بالمية أنا يعني أبوي ما أقدر أوصف لك شقد إنه في الأوقات اللي كانت الحياة كلها ماشي في اتجاه آخر أبوي كان منتبهي إلى اللحظة الراهنة منتبهي إلى التغيير منتبهي إلى كل شي إلى درجة إنه لما خلصت الثانوية ورحت إليه أقول إليه أني أبغى أدرس تصوير فوتغرافي في بريطانيا قال إلي عظيم فأني كنت مو مصدقة ردة فعلة كان سالة كم داري؟ هذا الكلام كان 2004 عشان نقدر نحطه بالبعيد نشكت بعيد يعني الآن عشرين سنة من بابا قال إلي أنا شايف أن كل أحد قاعد يدرس هندسة يدرسه طب يدرسه يعني مجالات أخرى ما سمعت أحد يقولي يبغى يدرس فوتغرافيا فأنا أشجعش فأرسلني إلى بريطانيا ودرسني يعني ما أقدر أوصف لك إشقد هو خلاق ورائع وفنان وجميل وأمي طبعا يعني يعجز الثاني أوصف الحنان والحب والعطاء يعني أنا محظوظة جدا بعائلتي ده مؤكد لأنه الاختيارات سواء كدراسة فوتغرافيا أو إخراج صح هذه بعدين الإخراج كانت الخطوة لبعد الزواج فالحمد لله أني انتقلت يعني من بيت أبوي إلى رجال يعني خلاق وفنان وقادر يشوفني يعني أذكر موضوع السينما كنت قاعدة أسوي فيديو قصير وأبغى أتحدث عن المرأة فأحمد طلع في عيوني وقال إلي ريم أنا أشوف أن التصوير الفوتغرافي ما قاعد يكفيكي ليه ما تروحين تدرسين سينما فأحمد بعد سبونسورد ماي إدوكيشن وإلى نفس المكان اللي درست فيه في بريطانيا وعملت إنتنسيف كورس في فيلمايكين عام 2008 مش مش ليسنسة مش لزونسة مش فور ييرز لا 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 مش فور ييرز إنتنسيف كورس بتوين شهرين أو ثلاثة شهور أنا عملت نفس الحاجة دي في أمريكا أي نعم وبيتبقى مش سهلة أبدا 12 أو 14 ساعة كل يوم مزبوط وتشتغلوا في الويك أند بتصوروا مزبوط وبعدين في النهاية أنت بتتعلم يعني في بريطانيا بتتعلم كل حاجة يعني صح الفيلم يعني اشتغلت على سوبر سكستين ميل كاميرا إيه ده فعلا أنا برضو كده بس أنا افتخرت ده آخر الآخر الديناصورات يعني لا 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 اشتغلت على المافيولة وشكاتي راعد يقولون يس يس اشتغلت أبدا آه حتى في الفوتوغرفي اشتغلت على large format اشتغلت على medium format على 35 mil واشتغلت black and white dark room printing واشتغلت bad color color dark room printing كل classics بس كنت مهوسة بالdigital يعني الحين صار لي تقريبا 23 سنة من بدأت في الdigital art فيعني دخلت على الدراسة وانا already بادية digital art ايه يعني مدفعك او خليك تهتمي الفوتوغرافيا من كل الفنون مثلا بابا جد والله طب حكيلي بقى من الطفولة بابا عنده تعبيرات عظيمة يعني يعني يعبر عن نفسه بشكل لافت للنظر تعبير تعبيرها تسمحيلي اسألك هو كان بيعمل في مجال ايه بابا بزنس مان اوكي كان في البزنس ايه في البزنس يعني ما كانش فنان لا بس هو فنان ما فاهم لكن شو هيدو الاصلية حتى ابو فو دول نتيبل ايه بيعمل بزنس حتى له ابو بابا له جدي كان فنان هو كان نفس الشي بزنس مان ولكن ايضا كان رسام شاعر خياط ده جدي ده جدي فيعني عارف سنس يعني احساس الفن فعلتي مو موجود مش معقول قد ايه موجود يعني مثلا ابو مامتي شاعر معروف اه اسمه عبدالواحد الخنيزي و اول كتاب النشر لي في مصر اسمه رسمته قلبي باللغة العربية الفصحة طبعا ده ديوان ديوان بتاعه اتناشر في موقع اه فالديوان ده مش عارفة نزل امتى بس يعني قديم قوي هو انا عندي او مش عندي او احدا احدا مش عيندي انا بزيز يعني انه طبعا من ضمن الحاجات اللي بتنقل جينيا هي احدها بتنقل جينيا الوحشة والامراض بس معها بينقل الفن مية بالمية انا اتفق معاك تماما واحس ان الليلعب دور كبير هي كيف يحتضن هذا الطفل يعني انا في البيت تم احتضاني كفنانا من عمر جدا مبكر يعني كنت فاشلة في الدراسة وعاني في الدراسة لان كان عندي اي دي اتش دي اللي هو ولكم تو تا كلاب اللي هو اتنشن ديفس هايبر اكتيفتي دي سوردر وما كنت دياغنوز الا على عمر الاربعين فعشت طول حياتي ما اعرف ايش فيني اعرف ان مثلا ايشي العلاقة بالفن بالارت اروح وابدع فمثلا على سبيل المثال اروح لأهلي امثل اليهم اغني اليهم اكتب اليهم اصور اليهم ارسم اليهم دائما دائما محتضنيني دائما يشجعوني فيعني كان شيء ساحر حياتي في بيت في بيت اهلي هذا غير بعد الانتباه الى المكان الى التفاصيل الى ابسط التفاصيل يعني امي وابوي انيقين يعني لما تدخل بيتنا بيتنا جدا جميل جدا انيق منتبه الى كل التفاصيل يعني الى درجة ان امي تقول لا لا البيت عادي اقول لها بس لان ارهاق ارهاق جمالي من ايه من كثر ما انيش متعودة عليه انا صار لي زمان منتزوجت وطلعت من البيت فكل مرة ادخل البيت انتبهي الى تفصيل جديد لما كنت عايشة فيه ما كنت انتبهي اليه بس لما بعدت عنها صرت اقدر اشوفة ده يرجع للام ولا الاب الاساس اثنينهم 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 يعني على نفس المستوى تماما امي وابوي فنانين فالمؤكد انك تولقتي في بيت فيه مكتبة طبعا كبيرة طبعا مكتبة كبيرة فن وموسيقى طبعا انا ابوي اسمها ابو شادية ابو شادية انا اختي الكبيرة اسمها شادية انتو تلاتة احنا تلات بنات و تلات صبيان اختي الكبيرة انا اخر العنقود اوكي يس فانا اكتر واحدة عشت مع مامو وابا اوكي يس يعني كانت فيه حاضنة فنية جبارة ايه تماما تماما يعني انا كبرت على شادية طبعا المغنية على عبد الحليم على 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 محمد منير على اصوات كتيرة يعني ما اقدر اوصف لك انا شقد شفت افلام من الطفولة خصوصا شادية طبعا يعني شفت كل افلامها سمعت كل اغانيها وما كان الموضوع طبعا امي عندها ذوق اكيد يعني هي اللي يعرفتني على شادية بس كنت احب شادية بشكل مستقل عن امي يعني ما احس ان هي فارضة علي الحب حك شادية لا لا هي تنحب واغانيها رائعة واقدر مثلا اسمع اغانيها في في لحظات كثيرة يعني في كل المشاعر متوفر اغاني اليها فكانت رفيقة طفولتي اكبر يعني شيء ساحر واللي انجي والتي ان الجد اللي باباكي كان برضو ديزاينر وكان كان كان خيات ورسام وكان شاعر ما وخيات معناها انه ايه يعني يمسك ويخيط بس بيقص وبيصمم ويبتلع بطرون صح صح فنان فنان وولد والد مامتك كان شاعر فهم يعني هم برضو تشبعوا بحس فني وذائقة فنية كان فانتي يعني محظوظة كتير جدا 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 والتي في بيت رائع صح صح بتحسين فيه فرق كبير قوي بين الفن اللي ثلاثة عليه في بيتكو وتزوق الفن وبين البيت العادي او القومن قصدك يعني الاجتماع المجتمع اللي حولي في الفن اه لا مش الفن اقصد في المجتمع عماتا يعني هل هذا شيء استثنائي 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 يعني واني اكبر ايه كان شيء استثنائي طبعا لان في يعني وقت طفولتي كانت في بعد الثورة صار في حركة دينية مختلفة ام ما كان فيه احد كثير يسمع اغاني ويعني الفن عموما ما هي حاجة انه مثلا تقول انه بنتي فنانة لا بنتي دكتورة بنتي مهندسة بنتي معلمة يعني فهذه الوظائف بس مو في هذا المجال يعني كان صعب بس بس في شيء مذهل شقد انه انتبهت من عمر مبكر انتمائي الى الى اجواء عائلتي وفكرة انه زي ما قلت يعني المكتبة اني عندي يعني عندي مكتبة اقدر اروح لها من الزمن القديم وبعدين يعني عندي اختي شادية كانت بعد مصدر مو طبيعي الي لاني اقرأ وبعدين اختي سمر نفس الشيء وعتقد ان هي بتحبي التمثيل اختي سمر هي الممثلة واشتغلنا مع بعض فيلمي اللي فاز باهم الجوائز هو كان مع اختي سمر انا هحكي بقى ريتو عنك ريم البيات مخرجة سعودية تمكنت من تحقيق انجاز متميز للسينما السعودية بفوز في المهر رواق القصير اي قدني بجائزة افضل اخراج في مهرجان مدريد السينمائي الدولي عن فئة الافلام القصيرة ونلتي عنه برضو احسن اخراج في مهرجان ميلان ده اللي كان فيه اختك ايوه هو ده اللي فيه اختي طبعا انا الفيلم لما نزل في اول العرض الاول كان في دبي يعني ثاني يوم الصبح بعد ما اتعرض اول مرة طلعت على قناة في التلفزيون اتهزقت على الفيلم ليه؟ كان فيه اولا سالة كاميري 2016 العرض الاول كان للفيلم والفيلم كان ومختلف جدا عن الافلام يعني مش زي اي فيلم بتشوفه هو جدا مختلف وده اللي انا بحب وده اللي انا بحب اعمله انا مش بحب اعمل حاجة يعني بالطريقة التقليدية عندي كده صوت جوايا احب ان اعبر عنه حتى لو انت ما فهمتنيش فلاحزت انه انه انا النساء النساء بغض النظر انا عرضت الفيلم ادي ايه في اماكن كتيرة النساء جدا يعني فيه سيدة في ميلان اجنبية صارت تحضني وتبكي انه من كثر ما انه لمست لمست قلبها وانه بعدين يعني في الانتروفيو كان يقول لي المذيع انه سمعتي عن فيه احد قاعد يهزق يعني ويقول انه فيلم كتاف مفكك خربان غرائبي مدعي طب الخيات فاني حسيت تماما ان الفيلم مزبوط لان هذا رأيه لانه ما قدر انه يوصل الى المنطقة الجديدة اللي انا قاعدة اوصل الى هو في منطقة مختلفة وغالبا هو رافض السكة دي اصلا يعني اذا كان احد كلاسيكي اكيد فيه ناس كلاسيكين خلاص يقولك ان فيه قاعدة كأنك كيميا وكأنك فيزياء الفن ليس كذلك الفن واسع كمالكون اللي ملمد بس انت برضو مدركة وانت لان انا عرفت برضو لما كلمت شوية مع احمد زوجك انه ان انت الفن كله ايا كان الوسيط اللي بتشتغلي فيه هو دايما الهواكي كله تجريبي وانت ما عنديش مباشرة خلاص في اي حاجة انت عارفة طبعا مدركة من الاول ان ده بيحدد نوعية المشاهد وبيحدد نوعية المهرجانات وبيحدد نوعية الفلوس او فيلم تجاري او تقليدي وبالتالي مش هيوصل لكل الناس وفي ناس ما بتحبش تجهد مخاة او ما تسمع ده فيلم بتاع افكار مش هتروحه اصلا مية بالمية فانت كنت يعرف ده واختارتي ده لانه ده الطريقة اللي انت هتحب يتعبري بيها عن نفسك انا بالنسبة لي السنمة المستقلة من عمر مبكر لفتت نظري ومن عمر مبكر انتبهت الى السينما التجارية وخصوصا بعد ما دخلت في في عالم السينما انا انتهت التلفزيون من حياتي خلاص لانه طب افصلي ذات وصدي ايه يعني انا بطلت اشوف تلفزيون ما عنديش ريسيفر في البيت ما بشوفش اي فيلم مش بفتح التلفزيون كده راندملي ما اقدرش خلاص طب وزي بتنقل افلام اعني اعلى ولو انا يعني وانا بقرأ شفت حاجة يعني لفتت نظري يعني ايدج يعني بعد ادور دعبسي اه بالزبط قبل يارين ما يبقى فيه الانفتاح العظيم اللي حصل من بداية الالفي المتها الرشر كان فيه صعوبة لأي مواطني ان هو يحصل عنده او يبقى عنده اكسس اللي يتفرج على افلام معينة ده يعني ايه وسيلة كان المواطن انه يتفرج على اي حد فيكو كان يتفرج على فيلم كانت لازم طريقة ملتفة مثلا ابدا يعني اني ابوي مثلا وامي طول الوقت يودونا مسرحيات يودونا افلام نروح سينما يعني نسافر ونروح سينمات يعني اجرب شي عدنا احنا في الشرقية فجمدنا البحرين ففي البحرين يعني كنا عايشين حياتنا عادي وعدنا اشرتة فيديو كل الافلام الجديدة اللي نازلة اجنبي عربي كرتون متوفر ومن حق اي حد في زمان ده يشتري فيديو اي 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 من حق واحنا من اوائل الناس اللي حطينا ساتيلايت حطينا مو ساتيلايت سوري حطينا ديش واشتركنا في الوربت حتى اذكر واحنا صغار ماما وبابا عندهم مدين سلك من غرفتهم النوم اللي عندنا في الصالة وهم اللي يتحكموا في الريموت كنترول لا لا اقولك اكسبوجر مو طبيعي من اهلي ومن طفولتي واني اسافر وأشوف اماكن جديدة وثقافات جديدة ما عشتيش بره سعودية عشت علشان الدراسة يعني درست انجليزي في كندا عام 2003 اربع شهور وبعدين رجعت 2004 نزلت بريطانيا اخدت كان مدة الكورس حقي سنة ورجعت القطيف كانت الغربة علي مرة صعبة عندي تعلق شديد بامي وابوي وكنت احس حتى تصدق ان من كثير ما اني نساية قبل تقريبا اربع شهور قاعدة احول اشرتة الفيديو الى ديجيتل ده ضروري انهم بيضيعوا خالص في الايخ مزبوط فكنت خايفة على درجة الحرارة يعني لا تخرب الاشرطة فاكتشفت اني مسوية وثائقي كامل عن عيشتي في بريطانيا ومصورة كل حاجة بس ما اتذكر لانه ما وريت احد فظهر لي بالصدفة واني قاعدة اصور في الاماكن قاعدة اقول الى اهلي ما في احلم من امي ما في احلم من ابوي متى متى ارجع صحيح الوضع رائع قريب اخلص الصود ده كان موجود داخل البيديو موجود موجود وانا اتكلم لانه كان قاعدة اوثق الى اهلي انا وين كنت عايشة اش وين كنت اروح عشان يشركوك التجربة نفسها مظبوط بس ما حد تشافه لدلوقتي لا والله والله العظيم ما حد تشافه لدلوقتي انا يعني شفت منه شوية عارفين موجودهم بالموجود اشريتهم لازم اوريهم لازم بس يعرفوا انهم موجودين قلت لهم بقى اه اوكي قلت لهم القطيف اه لو قلنا من من كل المناطق السعودية الملاك السعودية هل هي تعد من من المناطق المسل متشددة او مناطق كلاسيكية جدا في البيئة السعودية والتراص السعودي اه تقع فين بقى في ال اه الكل ده تكلم قبل برضو التغيير العظيم اللي حصل القطيف تقريبا عمرها في حدود اربع الاف خمسة الاف سنة الى درجة ان انت لما ترجع الى الخرائط القديمة اه في فرنسا خرائط اللي سواها الهولنديين اثناء رحلاتهم البحرية كانوا يسموا بحر القطيف اللي هو بحر الخليج فالقطيف اه هي واحة ساحرة الجمال اه فيها تنوع مو طبيعي تنوع ثقافي متعدد كثير من الفنانين في القطيف اذا بغيت موسيقى تمثيل اه فن فن عموما رسامين نحاتين يعني مصورين مخرجين القطيف يعني فيه تخيل اه ممثل من الخمسينات اه وهو من من اهلنا من بيت الغانم اه الفيلم حقه صورته ارامكو اه يمكن عام الف وتسمائة وخمسين اه وهو كان ممثل في في هذا الفيلم فالقطيف ام الهو اللطيف حتى تغنى عليها اغاني اه بس تعرف تعرف بعد مرحلة معينة اه ما عادت الحياة بس مزارعين وبس اه يعني كانت منطقة زراعية صار فيه احتياج الى الى وظائف اخرى لما صار فيه دكاترا وصار فيه مهندسين بدأت الاماكن اللي كانت الاول نخيل صارت تنشال منها النخيل ونحط مكانها اماكن سكنية وصارت العناية بالنخيل مو بسهولة السابق من كثر من كثر يعني العماية يعني كان ناقص عمار والحياة لازم تمتد وكان دفع ثمنها النخيل مع الاسف ومانا قلت انت جاوبت يا عم افتقد النخيل جدا في القطيف وكتير من من اهل القطيف يفتقدوا ويتذكروا تاريخ المكانة الزراعية يا انا اتكلم لك عن التسعينات لما كنت افتح بيت ابوي اطلع من البيت علشان امشي الى المدرسة كانت ريحة القطيف نخيل الله يعني وفي حاجة اسمها الطبينا اللي هي ريحة لما يحرقوا السعف ويحرقوا الاشياء وتطلع ريحة مميزة تنتشر في المكان فهذه ريحة مي موجودة لحي نفتح البيت اشمعوا دم سيارات على مشاوي على مطاعم يعني في كل مكان تغير الوضع بس لا زالت في عيوني يعني اجمل مكان في العالم وحصل انه في بدأ يعني عادة تشجير او زراعة لا هو عموما في مملكتنا الان في وعي واستثمار ضخم يعني في البيئة طبعا طبعا وللتشجير لانه تعرف الكوكب كله جاعد يغلي يعني ويحتاج الى الى هذه الخطوة حتى لهم اهلك صندوكي لما كنت في المهتمة بالفوتوغرافية بس كونك مخرجة سينمائية ده بيحدد احتكاكك بوسط معين حتى من باب الرقفة بحالك او الخوف عليك مش من مبدأ التشدد ما كانش ده احد الحاجات منعتهم او حاولوا يحوضوا بيك في حدة اخرى انا اقول لك جدا محظوظة باهلي شوف لما البنت تربى مع الولد وهي طفلة صغيرة يصير في يصير في خبرة في التعامل يعني انا تربيت ما عمرين عزلت عن اولاد خالتي او اولاد عمتي احنا كلنا تربينا ويا بعض يعني الى الان ولاد خالتي روح قلبي اخوتي يعني ويعني ما حسيت ابدا اصلا ولا احد يعني ولا حتى يعني ولا احد التصوير يعني انجلب الى واحدة ثانية تمام وإلا عمرك ما تبقى مخرجة طبعا فاصلا يعني ما اقدر اوصل لدي المنطقة في التفكير على الاطلاق بالعكس يعني ادخل ما يفرج عندي غير مين جاعد يشتغل زين مما جاعد يشتغل زين بفتكر انا في طفولتي قبل ما يحصل لي نعم التطور كده كنت مولود في مجتمع من من امي وابوها كانت ساعت بتلاقي معارضة مني انا اه لو زي اختي تعمل كده لانه اخوات صحابي ما بي يعني عندهم ما معاملوش الحاجات دي او ما عندهمش الحريات دي اي ففي جزء حتى لو انا تمام بحس انه اه ما برضه طب صحبي هيقولي على هفكر ايه في اختي ازاي قبلت معارضة من من اخواتك الرجال يا عمر اخوتي يجننوا اخوتي والله العظيم احنا احنا يعني مرة من سجمين ويا بعض بالرغم ان احنا اخواني اخواني في اختلاف يعني اخواني اكثر اكثر كلاسيكيين وبالرغم من ذلك اخوتي طول عمرهم يشجعوني وطول عمرهم يحبوني ولا في عمره في حياته من احد من اخواني قال لي كلمة تجرحني او ضايقني اصلا في عدنا زي ما تقول قاعدة في البيت اللي مسؤول انه يتكلم مع الاطفال هم الام والاب يعني معلوني هم يعني اخ اسمه محمد اخوي محمد اكبر مني بسنة وثلاث الشهور محمد كان كاتم اسراري يعني هو اللي كان يعني ابغى مثلا احسني مخنوقة احتاج حرية ابغى اتكلم وياه على طول يفتح ليه قلبه على طول يلاقي ليه حلول الى المشاكل كيف تخفف عليه يعني الحمد لله امي وابوي استثمروا فينا كمية حب غير مشروط وفي نفس الوقت مو حب غير مشروط اعمى لا يعني حب مشروط ويشوفونا يعني مثلا لما نجي نغلط يجي يقولوا لانا انتونا غلطانين لما نجي نسوي شي زين يقولوا انتونا سوات شي زين فهذا الشي عظيم منا كل شي ينجال احنا ما في شي عدنا يتخب كنتي طفلة وبقيت فتاة ثم امرأة ثم تزوجتي ثم بقيت ام لو جيت تلخصي اللي ب الاهل اللي لازم يعملوه مع اطفالهم عشان يدلهم اهم منصر في الدنيا هو الامان الامان النفسي اللي بيخليهم يواجهوا الدنيا كلها وما يتعاملوش بطفولة يعني متعورة وبقسها بالزبط بيرجأ ترجعي الايه الحب غير مشروط فقط ولا حب مع حرية ايه العناصر اللي فرائك واللي انتي خدتيها من اهلك ورتيها او تعملت بيها مع ابنك انا طبعا ابني من ربيتنا على حرية عالية وفي صداقة بيننا غير طبيعية نقعد اني ونديم نسالف بالساعات عادي فيه نسجام كثير بيننا في الافكار في الموسيقى هو كم سنة دلوقتي نديم عمره الآن 13 سنة وشخصيتها يعني ساحرة القلب يعني تقدر تحس بالاستقلالية في شخصيتها انا احس ان الام والاب لازم انتي عندك ولد انا عندي ولد طب بس انتي بتكلميها لانه بنت نديم من نديم بقى نديم ابني لأ من شوية وانتي بتكلمي كنت بتكلمي بال بال عندها او عندها 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 ايه عندها ايه عندها ايه وعندها عندها عندها اللي هي مؤنث عندها مذكر ايه ايه ف ونديم بعد عندها استقلالية في شخصيتها تسحر قلبي يعني يعني هو يعرف يعرف ان احنا اسماء معروفين يعرف امه وابوه بس دائما يحب انه يصنع نفسه بعيد عن اسم اي احد فعندها اسم فني في حياته في السوشيال ميديا عندها صفحة على التيك توك عندها فوق العشرة الاف متابع وهيزا منتير يسوي منتاج ويسوي صوت ويحط الموسيقى ويسوي افاكت هو موسيقى يعني احس ان اني لما صرت ام قررت ان ان نديم يصير اولوياتي كلها بالنسبة لي حتى كيف اجد والحياتي اني اجد والحياتي على نديم خصوصا ان وجود الاطفال في حياتنا ما هو دائم يعني هون يجون الان وبعدين في عمر معين خلاص يطلعوا يستقلوا والعمر دقات بينزل وبينزل وبينزل مزبوط فاني احس ان اني ابغى استمتع في نديم في كل لحظة من لحظاتها ابغى اكون جنبة لان في يوم من الايام نديم بيكون عنده حياته والوقت اللي باشوف فيه مو بقدر الوقت اللي باشوف فيه الحين فما يهمني الفرص ولا تهمني اي حاجة في الكون كله الا ان اشوف حبيبي حتى كان ثاني هاتروحي مكان ثاني جت لا لأ اني ابغى اروح مصر ففرصة اسافر مع بابا جالي روحي مبسطي الله حلو ده ايه فين بي مع الحب التقويم بقى التقويم في يعني انتو كأطفال سواء انت او ابنك بعدين التقويم بيحصل ازاي يعني برضو في عقاب وسواب ولا نديم مايحب العقاب طب سيب خلينا في اهلك الاول ايه اهلي انا مع الحب الغير مرشوط فيها ايه التقويم بيحصل ازاي امي 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 اكيد مش ملايك طول الوقت لا لا طبعا ابوي ما عمر ضربنا ابوي ما يضرب ابدا امي هي اللي هي اللي هي اللي يعني مثلا ضربتنا هي اللي هي اللي كانت تزعل علينا لما نسوي اخطاء ابوي ابدا يعني يحب ان احنا ما نغلط بس متطمن علينا بسبب ان امي ما اخد هذا الدور فصار زي ما تقول اتفاق ضمني ان ابوي ممكن يصرخ بس امي لا امي ممكن تضرب وضربتها بعد زي العسل على القلب يعني بصراحة ما حسيت عمري في حياتي ان اني عندي تراما من من اي شي العلاقة بامي امي كنز امي تخيل انه من وهي طفلة صغيرة امها اللي هي جدتي عندها مجلس حسيني في القطيف طب اشرحلنا يعني مجلس حسيني يعني وين يمارسوا الشيعة الطقوس حق حب البيت يعني مثلا في بيت جدتي احنا احنا شيعة في منطقة القطيف وهم دي مسلوا عشرة في المية تقريبا من نا اعرف كم البرسنتج بس ان اعتبر اقليات مظبوط فامي في المجلس هذا من اكثر من ستين سنة وامي تسجل تسجل القراءات فانت تخيل كسوت كسوت فاول شي بدأت بامها امها كانت تسجل كل شي وكانت حتى هي جدتي يعني جدتي الله يرحم توفى صغير فجدتي صارت ارملة في عمر يعني يعتبر مبكر ما تزوجتش بعدك لا 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 ما تزوجت كانت توفى عند دادي كانت صغيرة عندها اطفال يعني توفى عمرها 53 فكان يعني لسه عندها طبعا فجدتي بعد صار لها حادث فاتطرت يعني ما قدرت صارت مقعدة فمن جلستها في البيت وعلى السرير انولدت موهبة خرافية انها تسجل انها توثق اللحظات انها تمثل تقول الخراريف اللي هي يش سمها الخراريف اللي هي الاساطير الاساطير اللي حقات المنطقة كانت تقلد لكنات اللي هي في المنطقة يعني ترس الشعبي الموقع يس مزبوط مزبوط فامي ورثت عن امها حب البيت وحب المجلس الحسيني فكملت يعني الى اليوم امي عندها عدة صحفيين حق التسجيل تخيل يعني شيء مذهل واي شيء العلاقة بالصوت يعني حتى لما يكون عندي مجموعة اغاني جديدة اروح عند امي اقول لها ها وش رايش يجبش او ما يعجبش فتقول لي واو هذا رائع ولما مثلا اسمعها شيء ثاني تقلت تقول لي لا 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 هذا مو على دواجي ما يعجبني فحتى رايها في الاشياء اللي احبها احب اسمعها طب انت كمان بدأت مسارتك الفنية قبل 2019 قبل اكيد صادفتك صعوبات على مستوى الدولة المصرح بالمسموح مش المسموح كان في عراقيل انتي منعيتك فعلا ولا عراقيل قدرتي بسهولة تتعديها لا ما احسني مريت في عراقيل لوجيستيكس يعني يعني اي شيء كان مثلا في اي قذني كل شيء كان في البحرين العلاقة باللوجيستيكس اللي لاها علاقة باللوجيشن برميشنز لانه هداك الوقت كان فيه اصعب اني اختار السعودية ان البحرين عندي اسهل لان البحرين في عندها صناعة من قبل وفي عندها اشياء واضحة في كيف انت تقدر توصل الى التصاريح و الى الاشياء الرسمية والتصوير اللي كان في السعودية كان كله في الكمباوند حق بيت اهلي على الفيلم البدايات ايه ايه لا لا هو انا استخدمت بيتي كالوكيشن حق الفيلم اه ايه ف كجزء من الفيلم انا بجيء صوري في السعودية فانا صورت في البحرين وبعد كده كملت التصوير عندنا في القطيف في مناطق متعددة يعني فيه في الكمباوند يعني بيتي هو كان بيت الممثلة اللي هو شخصية سلام اللي مسلتها اختي سمر والمجمع السكني نفسه كل حد شل عياله سعدوكي كلهم سعدوني كلهم اهلي رغمي ده قبل الانفتاح بكتير اه يعني برضو غريبة شو وكانوا مبسوطين مبسوطين فانا لدرجة اني كتبت لهم شكرا لسكان مجمع البيات انه يعني شكرا للدعم يعني تخيل تسع ايام طب زي كتبتي كده والتصوير غالبا ما كانش مسموح به اكد اعملتي مجمع تصريح مجده حطك في المسائلة؟ ما حطني في المسائلة لان بعد العرض كان لازم يكون في الامارات لان كانوا من ضمن الداعمين له دبي فيلم فاستفل سو ما واجهت اي حاجة من هذه المشاكل واجهت اني اعرض افلامي في السعودية يعني مو بسهولة ابدا قدرت اعرض افلامي لان مثلا فيلمي الاول ظلال هو فيلم قصير مدة ثمان دقائق باللغة الانجليزية فيلم شعري في جنازة في الفيلم وجنازة فيها رقص فالسيدة اللي كانت تركص كانت تلبس فستان يعني مفتوح فما كان فيه ما كان فيه يعني مو منصات انهم يقبلوا انهم يعرضوا الفيلم بسهولة يعني بس بالرغم من ذلك عرط يعني عرط في نجران افلامي له دمية ظلال عرطهم في نجران وكانت يعني نجران قزء بالسعودية نجران تقع في جنوب السعودية ده لما بقى في دور سليمة لا 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 همال ايه لا ده قبل قبل حتى ما عمل ما عمل ايقظني ده الكلام 2013 ما العرطي زي صارت مشاكل كتيرة 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 كانوا قالوا انه اذا الفيلم هيتعرض ما ينفعش اكون قادة على المسرح هو فيلمك هو الافلامي يعني الاثنين فنزلت واتعرضت الافلام وده كان برضو من الولزانة كاملة 2013 اه 2013 لكن لم تصطدمي مثلا بهاية الامر بمعروف انها على المنطق لا 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 يعني انا اشتغلت ما تدوش تتحزبوا على الحاجات نفستوها بره المملكة لما ترجعوا المملكة خاصة انت ست وكان ما كيش ولاية على نفسك في وقت الحد لا ما حصل ليش اي حاجة من لها علاقة بالامر ده ابدا ابدا طيب برضو ما فهمتش ايه اللي جزبك للسينما وانتو بمخرجة سينماية ايه اللي دفعك لكده اصلا افتكر بص انا انا عملت افلام من انا عمري 8-9 سنين لان بابا كان بيقول لي اذا تجيبي علامات كويسة في المدرسة انا حاجب لك كاميرا بس مش كاميرا التصوير حاجب لك كاميرا فيديو فاول ما خدت الكاميرا الفيديو عملت افلام وسيارة تموت من الضحك بس كان في عرض ومنتج تيها ولا لا معرفش منتج معاشان كده كان كل حاجة بتضحك ومين الممثلين كانت اختي سمر صحابها وكان ضحك ضحك بس ايه اللي حصل ومحاولة في قصة واحداث عقولة لينا بتفقع ضحك فعلا ايه شي مش معقول فا كنا في البحران راحين نحضر شارع محمد علي تمام المسرحية المسرحية فكنت جايلة للبنات في المدرسة اني بروح اشوف شريهان ومو قادرة اصدق اني بشوف شريهان تعرف شريهان الحب يعني رظيمة طبعا اكيد فا وانا في المسرحية اخدت الكاميرا بتاعتي عملت كده صورت وقفلت فبعد ما اخدت افشوفي طبعا بس انا كنت صغيرة اوي انا كنت في ممكن ربع ابتدائي حاجة قد كده فقام ايه عمل فيه البادي جارد شلني من كتافي كده وقال لي ده ما منور وعادي زعق فبابا بابا بابا طبعا قال له انت انتش فيك فبابا عمل ايه اخد اخد الشريط لا ودهس عليه قال له انت عشان ده انا بكسره دلوقتي ولا انت ولا مسرحيتك ولا اي حاجة دي بنتي يعني انت مالك فالفيلم بتاعي كان في الشريط ده فتأثرت قوي 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 تأثرت انه باز يعني مقبضيش تكتخطي قول تأثرت ان انا مش قادرة اثبت لصحابي ان انا شفت شريهان يا البرغادي وتأثرت قوي ان الفيلم اللي بيفقع ضحك راح علي بس هو لازل في ذاكرتي طبعا وبعدين سويت اشياء يعني مضحكة يعني مثلا اخد اصحابي بنت اختي يدوروا في الصالة ويقولوا الفيلم بطولة مدرمين الفيلم بطولة مدرمين سو بيسك يعني فكنت دايما اشوف نفسي في هدي المنطقة احس ان اني كان عندك علاقة بالكاميرا وبالتسجيل ايه انا علاقتي مع الكاميرا بدأت من عمر سبع سنوات يعني استذكر الكاميرا النحيفة هادي اللي الفيلم طويل رول هيك طبعا اه لكن قبل ما يبقى ايه اه سلويد انا شف سموه طبعا لا مش بولورويد لا بولورويد ايه 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 انا نسيت بعد مش فاكرة بس اللي هو كده حد تشوفينا الاسم هو كان ما نعرف شانطة اساسا هو اسم حاجة بالسين كنا كنا نروح لحمد الافلام صح اه بس كنت برضو لحظت عبقرية ان انتي تصوري فيلم فوتوغرافي وبعدين ايه اكسايتت جدا وانتي راحت تتفعي وتستلميه بعدها باسبوع مثلا صح وتبصي على الصور برضو فيه متعة كبيرة احنا حسنا بيها بسبب ان التكنولوجيا ما كانتش متطورة على هذه الدرجة صح فاتت ما حسش بيها اه اجال اولادنا والاجال اللي بعديهم حرموا من حاجات كتيرة جدا مهمة ما شوفها مهمة قوي اه كمان ليها علاقة بين بين الواحد يقدر اه يقدر راحة التطور التكنولوجيا والتطور الفني وانه جزء انه بينمو مع المراحل دي اه لكن بتيجي الاجال الصغيرة هم بشفق عليهم كمان من كمية الحاجات اللي بتشدهم في جهات مختلفة وقديهم بتركيزهم بقى صغير قوي من كتر الفر اعرفتوا ايه يعني شريد اسموه يا جماعة هم ايه لا 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 شريد بتاع الفيلم الفوتغرافيا ايوا لا لا مش النجاتل اللي هو الفيلم القديم اللي عامل كده اللي فيه زي فيلم السينمائي زمان ايام التماع مش مهم طيب لو فتغارت قل هون كده طب انت يا ريم شجعتي برض اختك على التمثيل طب التمثيل بقى كان موقفه ايه في اهلك المساندين المفتحين التقدمين كانوا فخورين جدا جدا فخورين فيني وفخورين في السمر وفخورين ان احنا خوات وان احنا قدرنا نشتغل بعض وتعلمنا كثير انا وسمر في هذه التجربة بس داك الاول فيلم ليها برضو اول فيلم اول فيلم ليها درست اكاديميا او خادت كورسات برضو هي موهوبة بالفترة كتبتمثل موهي صغيرة هي عندها شخصية وعندها حضور بدون حتى ما تمثل يعني هي شخصيتها العموم يعني هي قمصت شخصية سلام شخصية سلام بعيدة كل البعد عن شخصية اختي سمر وهذا اصلا اللي خليك تشوف شقد انها لان شخصيتها الحقيقية ما كانت بين ابدا يعني هي عكس شخصية اختي سلام فاني جدا عجبتني وعجبني ادائها وشجاعتها وصبرها وشلون تحملت يعني شخص ما عنده خبرة اني عندي خبرة اعرف شلون هذي الاجواء تصير شكت صعبة ومتعبة فهي كان كل شي جديد عليها وبالرغم من ذلك كانت بطلت الابطال وقفها قدام الكاميرا انا اسألني انا ما قدرش اقف قدام الكاميرا هي بقى دي كانت الرهبة دي مش موجودة عندها اصلا ولا انت تعديتي معها الرهبة لا هي ما عندها شعبة من الكاميرا لا لا هي فيه ناس كده فهي كانت وهي صغيرة يمكن عندها شوية رهبة بس دلوقتي فكرة الاحساس بالزبط بالزبط هي اشتغلت عليه ايو اشتغلت عليه اشتغلت عليه وبالتايم كنتو بتصور كانت تخطت وبرضو هي بيئة في الاخر العين اللي بتفرج على اداءها هي حد من دمها وحد وصحبتها فدي بتساعد كده جدا في الاول انه حد يطلع اداء هايل من الاول مية بالمية تماما والعرافه كمان رغم انت يعني منحدرة من عائلة فرية و وليها اصل ونفوذ انك انتي كنتي مصممة ما تعتمديش عليهم في اي حاجة ليه ما سهلتيش الدنيا على نفسك ليه زودتي التحديات اللي قدامك او الهزية الدرجة كنتي بتحاولي اعتقد من عجابي في بابا بابا ماما دايما كانت تعلمنا انه وهم صغار يعني جدي كان باستطاعة انه يدلع بابا ويدلع امي ويوفر اليهم كل حاجة بس بابا كان يحب يعتمد على نفسه فامي وابوي عاشوا في ظروف يعني صنعوا نفسهم فيها فكان هذا شي داخلي مزروع ان لازم ان انتين تستقلي بس انا استقليت في عمر مبكر جدا يعني عمري ستعاش سنة انا غرفتي فتحتها كفر صرت امكيج اسوي شعر اصور للمجتمع للنساء للنساء يس فكان مثلا من سنة كم بتكلم ستعاش سنة كان عمري ستعاش سنة عشانت صلاحي دخل بتاك ايه وكنت وكنت مثلا علشان يعني اول شي بابا اشترى لي كل حاجة اشترى لي البرينتر الكاميرا المكياج طب الزباين اشترهم ولا لا اقصده اشتر لي الانفستمنت طبعا طبعا وبعدين صرت اني اصرف على المشروع من ربحي فصرت اني اروح اشتري بفلوسي المكياج اشتري الاوراق اللي يتخلص الحبر اللي يخلص بس دي من الحالات يا ريم الندرة جدا ان حد يتولد وفبقه معلقة دهب زي ما بيقولوا وانه يبقى عنده الدافع انه يعتمد على نفسه ويسلك اصلاك انت مش عارف ماما وبابا متواضعين يبقى هم اكيد فيهم حاجة جبارة جدا ان هم عارفوا ينقلوا ده ليكي ويبقى ده اختيارك انا هقولك مرة من المرات المدرسة طلبوا مني انا طبعا بابا ما حطنيش في مدرسة خاصة بابا حطني في مدرسة حكومي لان بابا بالنسباله ان هو يعزلنا عن المجتمع دي مش حاجة كويسة ابدا قمة الزكاء ابدا قمة الزكاء طبعا طبعا وانا ممتنة اتعانوا بعد كده طبعا 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 ازياء بتاع المدرسة الحكومي تمام زي فاشن شوق بالزبط بتاع اخر السنة فجي بابا وشفني لبس الدهب وقال لي انت لبس الدهب ليه قلت له انا رايح المدرسة علشان عندنا عرض ازياء بابا قاعد يمكن بابا دخل في حالة هستيريا ايه ده ايه القرف ده انا كده ربيتك تروح المدرسة وتلبسي كده عيب علاش تروح المدرسة بهذا الشكل لانا يعني هذا كسر الى قلوب الاخرين ليش انت هنا تروحي ويقولوا بالقصة اعلى منهم اوارنا منهم بالضابط بالضابط فيعني اني تربيت عند ام واب متواضعين جدا ولا ينظروا الى الاخر شقد عنده شوف اللي عندك لك اللي عندي منك هي اخلاقك والمؤكد ان تعاملهم مع الاقل حظا والموظفين والمستوظفين وبرده كان فيه على درجة اكيد عالية جدا من الاحترام والأدمية يعني انا وانا طفلة لما يصير فيه شوفت ده شوفت تعامل مع السواء تعامل مع السفراجي تعامل مع مظبوط يعني انا لما بيصير السوق تفاهم بيني وبين المساعدة اللي في البيت ماهما بتقولي حطي نفسك مكانها تخيلي انك دلوقتي عايشة في بلد بعيد ما عندكيش لا انا ولا ابوكي ولا اخواتك في بيت ما تعرفيش مين دول الناس سو انتي لازم تعذريه في ابتدائي يعني اجل من ثمان سنوات ثمان سنوات انا بعريم ادراكت ده من كزا سنة بس لوحدي واو واو لا انا كده تشربت الواو ده الممتك مش لا يحد ايه طبعا واو الى امي طبعا يعني اني امي وابوي التواضع اللي عندهم انا ما شفت وادراكهم يغرزوا فيك ايه من بعد النظر يعني انت الان قاعد تشوف شخصين ما ينظروا بس الى اللحظة الراهنة عندهم بعيدة وده اللي خليني يقولك على فكرة طب حب بلا حدود قد يؤدي الى مفسدة بلا حدود او مزبوط بين سبويلد للاخر حاج لكن هما كان فيه تقويم في نفس الوقت وكان فيه وكمان فيه تدليع كان فيه كمان اه وتقويم وفيه عقاب يعني كان فيه كله مزبوط مزبوط لكن اللي تفتكر هلهم دايما هو المحبة والصدق والقرب اللي بينكو لا انا شوف انا انا بطبيعتي عندي حاجة بشوف الحاجات من بعيد انا فكرة وانا صغيرة قررت ان انا عايزة افهم اهلي اول حاجة في الدنيا فتعاملتي معاهم على ان الاهلي هما في مصرح وانا بعمل لهم اوبزيرفاشن ده شيء ده الموخد انت غريبة جدا 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 فكان عندي اهتمام بالاصلة عادي ترقبيهم وتحليليهم مزبوط وافهمهم منونا صغيرة فعلشان اعرف اتعامل مع اختي كبيرة مع اختي الوسطية عمرك ببت صغيرة صح صح غالبا لا غالبا كميلي كميلي لا شيء غريب قوي قوي شيء موزيل يعني يس فاصلا من هنا انا صارت عندي موهبة الكميونيكيشن لاني بعرف بعرف الناس لاني تعلمتي على اهلي لانهما في استقلالية مش طبيعية فينا كلنا يعني مفيش حد بيشبه التاني الا في الشكل يعني كلنا بنشبه بعض في الشكل بس في استقلالية في شخصيتنا احنا احنا الستة كل احد فينا مختلف عن التاني فكنت مهتمة ازاي اتعامل مع الاستقلالية دي وهي كمان فدتني في علاقاتي بعدين يعني انت وقتها بتنولد انت ما بتختار لا وضعك الاجتماعي لا امك لا ابوك لا بلدك لا دينك بس في لحظة ما انت تختار اصدقائك شريك حياتك ينو هذي فتحس بال بالقوة انك عندك المقدرة تختار ف جدا اختياراتي يعني في احيان كانت مأساوية طبعا بس وفي احيان كانت رائعة جدا جدا جيبا المجتمع السعودي في 2019 حصلت حولات جزرية اه في التغيير الثقافي والاجتماعي والتعديلات في القوانين وخلى ادى كمية تحرية للمرأة السعودية او البنسعودية من من هي بقت وليت نفسها من هي تقدر تطلع جو السفر من هي تقدر كحاضر الاولادها تقدر مش محتاجة يعني اجازة من من الاب تقدر تسوء عربية تقدر تفتح بيزنس انعكاز ده على المجتمع كله انت شايف شايفه ازاي بطبقاته يعني شاء السعحر الجمال وهل في مقاومة من من بقى من الناس من حرس القديم او الناس المنغلقة يعني فكرة برضه اي تغير بي لازم يجابها مقاومة اه يعني احس ان التغير لان بقولك السعودية استثمرت من سنوات طويلة في البعثات يعني السعودية تبعث طلاب طول الوجه بس اكيد بتبعث طلاب ذكور لا لا تبعث ذكور وتبعث اناث مو بس يعني ايام الولاية كانت تذهب البنت مع ابوها مع اخوها والحكومة بس تسافر وتدرس بره برضه بس مع ولي مع ولي بس والولي ده ليه مصروف يعني فهذا علشان من اجل من اجل ان البنت تتعلم وترجع تاخد دور في الحكومة مزبوط مزبوط يعني فيه ادراك لده من زمان من زمان من زمان يعني هذه من اروع الاشياء اللي السعودية استثمرت فيها بصراحة فلما نجي الى الكمية الهائلة من الناس الاجيكيتد فانت الحين كلما لما نجينا نجينا يقول 2019 انت تعرف اش قد فيه عالم درسين بره فلما صار الانفتاح يعني ما كان شي غريب كان هذا اللي هم تعودين عليه كان تطور طبيعي كان تطور طبيعي لان فيه احنا السعودية ال ال كلها شباب اتعداد السكان اكثر من الشباب فالشباب صار في عندهم اكيد يعني مرونة اكثر مع الوضع الجديد طب مع الوضع الجديد ما خلاش فيه نوع من التمرد الاولاد على اهليهم بالمسيحة الافكار قد تكون سريديات قديمة عفى عليها الزمن فبقى فيه برضو نوع من الصراع الاجيال موجود لازم لان فيه ناس فيه ناس لو فكروا يتغيروا يبوزوا لانه جزءهم جزءهم الاجبار وعمرهم الاطول هو كان في المجتمع بشكل ما بس ايه معناته الانسان طبعه الانس الانسان بيحب يقنس فالانس جاي من عدم التغيير خلاص انا اناست الوضع ده انا ارتحت عليه اغيره ليه فهمت قصدي الانسان المريحة المريحة هي المنطقة اللي بتأخرك فهو ده اللي عمل 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 فرق احس يعني كل حاجة موجودة عندنا في السعودية فيه ناس اللي اللي صعب عليها التغيير ولازم تاخد وقت بس كويس انهم عندهم ولاد الولادهم بيخففوا عليهم الحاجة دي يعني كل ما الجيل الجديد رأى الجيل القديم هتبقى صعوبة التغيير اخف يعني لازم احنا كمان نستوعب لما نيجي نتكلم مع حد قانس يشعر بالانس بوضعه ما نجيش كده نخضه ونكسره لأ نيجي بشويش ونعلمه بشويش وكل الحد المقدرة اللي عنده بقدي ايه انه هو يعني انا مثلا ماما مش معقول ماما عندها الابلتي انها تتفتح وتنطلب ماما لازم تسمع ايه اولا هتكتب لك كل الورث الله يطور في عمارهم يا رب يا رب طبعا يا رب يا كريم امين امين يا رب يا كريم رجع لماما ايه ف ماما يعني انسانة موهوبة جدا 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 انا عارف فكرة انت قلت لي عن امي ونسيت انه وش كنت بقول عن امي كنا نتكلم على فرق التجديد على تطور امي امي متطورة جدا وما عندها فكرة ثابتة ولو مثلا صارت هذه الفكرة جاءت تتخلخل تخلخلها وما عندها اي مشكلة ما مثلا تجي وترفع الاسبع وتقول لا هذا الكلام ما يمشي ابدا تسمع اول وتفكر وبعدين تبدي رأيها انت عارف ان ده في المبدعين يعني في كل المبدعين او معظم المبدعين على مدار التاريخ بيكون لهم ام او اب هو كان شخص مختلف تماما وسابق عصره وهو اللي زار على الحاجات دي اللي اتاحت للولاد ان هم يطردوا احلامهم وانه يكتسبوا صلابة وانه يحاولوا يغيروا فانت محظوظة جدا 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 انا دايما استعدة منطلقة يعني أنا فخورة فيهم يعني حتى لما تشوف أبوي الآن مع أحفادها شلون يحتضنهم شلون يتقبلهم شلون يفتخر فيهم يعني أنا ما شفت زي أبوي وأمي في حياتي ما شفت يعني استثنائين الله يخليهم ويبجيهم يا رب ربنا يخليهم التغير برضو الاسسنور في السينما أحد أكبر روافد المالية للفيلم المصري في السينمات بقى دور السينما السعودية أولا هي ربما تعدت عدد يعني يا هتتعدى يتعدت عدد دور العرض وتمن أن هي سينمات عظيمة على ذات رفاهية جبارة فقيمة التذكرة أربع لست مرات قيمة التذكرة في السينما المصرية الغالية فبالتالي ده ساعد جدا جدا في إنتاج الأفلام المصرية لأن أصبح لأن أصبح بعد أولا أول من ما اتعامل البلاتفورمز الرهيبة اللي احنا منشوفها وبقى فيه بقى شاهد وواتشت وغير نتفليكس وكل حيات التانية وأسأل أنه في العالم كله السينما انخفض إرادها أربعين في المية عالميا مزبوط وده بالتالي موجود ده لي علاقة كمان بأن ما فيش حاجة ثابتة كل حاجة بتتغير مصبتة فبالتالي اللي بينتج نهاردة في مصر هو بحريس جدا 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 أنه بقى فيه دخل عظيم بيجي من المملكة العربية السعودية خل المنتج المصري يقدر ينتج أكتر غير معتمد على البيع الخارجي والسينما بتجيب له إراد قدقل المسمات مهما يعني ارتفع على سعرها التذكرة هي في الآخر برضو لتكلفة الفيلم أصبح أصبح شيء بقى رمزي يعني بظبط زهيدة جدا 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 صحيح فبطرق بطرق مباشرة أنتوا بتسهموا في إنتاج في عدد الأفلام المصرية المنتجة كل سنة وده شيء عظيم جدا عظيم واحنا من ناحيتنا برضو لما فبنعمل الانترتينمنت أكتر فيعني تسوين وين أبسلوت بتنتجوا وبتعملوا انتاجات مشتركة كتير في رأيك السينما السعودية السعودية نفسها كيف يعني تستشرفي الخمسين الجايين هيحصل هيحصل فيها إيه من وجهة نظرك أنت غلط أو صح ما فيش غلط أنا ما عنديش غلط أو صح أنا عندي ألوان لعظي أخطائنا أصبنا أو مخطائنا في الآخر يعني توقع يعني أنا أحمد كاتب كتاب كامل شعر اسمه ما أجمل أخطائي فأنا بالنسبة لي الخطأ بالنسبة لي الخطأ أنك تسوي خطأ وتكررها مرة ثانية بس الخطأ نفسها وتنتظر أنت هي مختلفة دي بقيت الجملة مئة بالمئة فبالنسبة لي الخطأ جزء من أنك تتعلم لازم نخطأ وفي نفس الوقت لازم نكون حريصين أن نحنا نسوي أخطاء جديدة ما نعيد نفس أخطاءنا أنا بكال هقول حقيقة كمان يعني أنا كان لها حظن أقعد في اجتماعات مع منتجات صعوديات صغع يارين في السن اللي لسه خارجين في منطقة الحماس بيحبوا سلمة جدا عنده قدر هايل من الزكاء والتعليم فعرفت منهم كمان أنه المصادر انتاج الفيلم السعودي تقريبا شيء يعني أو شيء خرافي أنه أي حد يقدر ياخد ميزانية لو حينتك فيلم لو حيخرج فيلم وفي كذا جهة مزبوط ده هيتطور وبرده أعرف كتير من الفنينين الشاطرين قوي اللي أنا كان حظي كويس اشتغلت معهم عرد عليهم ومنهم كتير راحوا أنه يروح السعودية بفترة يشتغلوا في حاجات انتاجات السعودية وأنه هيشتغل في فريقهم مش بقى سعوديين مفهموش حاجة في المهنة لا دول راحوا درسوا بره نصبت فدرسوا كمان أحسن من دراسة لدراسة الراجل ده اللي هو عنده موهبة أكبر هي اللي شالته وليه خبر سنوات طويلة ففي خطة عظيمة زكية جدا في أنه السينما السعودية راحوا في حتة جبار احتضان وتشجيع مرة رائعين يعني أشعر أني بالفخر يعني بالآن شلون صار في استثمار في هذا المجال استثمار غير محدود يعني العشر سنوات الأخيرة صار في تطور كثير في الصناعة عندنا كثير كثير يعني الأفلام صارت يعني خرافية عن السابق يعني نضج الفكر وبعدين صار في تنوع بعد يعني أن علشان أنت تصنع فيلم مو لازم أنت يكون الفريق حقك 100% سعودي من الفريق ناس من مصر من بريطانيا من ألمانيا من تونس يعني حتى حتى نفس المكان فيه صار تنوع ثقافي بعد أن هذا يتبادل ثقافة هذا وهذا وهذا لحد ما بنوصل أنه حتى لو بس هتصور في السعودية هنمولكم وحنشارك في الانتاج فهذا شيء عظيم 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 جدا فنرجع بقى لنفس السؤال أنت تتخيلي بما أنك عن الخيال من أنت صغيرة شكرا فشايف السينما السعودية هتراح فين وفي أشكال عملت زي يعني أنا أشوف أن في الخمس سنوات الجاية بيصير فيه كمية ساحرة من الأفلام والمسلسلات التجارية وبيصير فيه بعد أفلام مستقلة وبيصير فيه بعد مسلسلات مستقلة فبيصير في يدنا كل شيء موجود في العالم ومسلا يمكن الحاجة الوحيدة الصعب الاستثمار فيها مادي النهوض بيها هي الموهبة فيها موهبة اللي مش معتمدة على التقنية هي التمثيل تعتخذي أن تمثيل الممثل يعني أو مستوى التمثيل الصعودي أو العدد الموهوبين أو اللي هيبقوا كويسين هيواكب النهضة الجبرة في الانتاج وفي التصوير وفي المونتاج وفي بقيت عناصر الفيلم ولا هتحدث هتحاول دايما تلحق بيها يعني فهم عليك مجتمع السعودية هتفرز ممثلين جامدين كتير في مصر تقعد تشوف فيلم مسلسل سعودي يعني لأن يعني مو من ثقافتك وبيكون صعب عليك حتى اللهجة لأن ما هي شي أنت آلفة من قبل فأحس أن هذا الشي راح في المستقبل أن يصير في عمل جميل عباس يقرر أن هو يدور في نتفلكس يحط مسلسل سعودي ويشوف وغير عباس يعني شعوب راح تبدأ تشوف وبعدين بتصير في ألفة ألفة إلى لكنة اللهجة الثقافة لابد أنها هتاخد زمن يس هتاخد زمن لما يعني تشوفت أخدت مصر قد إيه علشان تبقى مسيطرة يعني زي ما كنا من قبل شوية تبقى لها مسيطرة ومتربعة من من ألف ده ومية خمسة وتسعين ما بقولك يعني شيء ساحر وكلامك يبدو صحيح لأن السوريا إليها لعجة خاصة صح ومن المسلسلات السورية القوية جدا جدا وفي كتير جدا من المصرين بيتابعوها وبيحترموها جدا ومستوى الممثلين السوري أنا أكاد أجزم إن هما من أهم وأقوى أقوى الممثلين في الوطن العربي كله صحيح صحيح مية بالمية فهتقصدي إن هتاخد دورة دورتها مظبوط يعني شوية شوية يعني هتشوف ناس في مصر يعرفوا فلان ويعرفوا فلان علشان هما شافوا الفيلم ده ولا شافوا المسلسل ده ورايب قوي في رأيك ده يدفع السينما المصرية لأنها لا ترتكن إلى مستوى الحالي وأنها محتاجة أنها تطلب أفلام أكثر جودة وقصص أقوى مصر دايما عندها حاجات رائعة unbelievable وحاجات نص ونص وحاجات تحت تحت كل يعني زي أي زي أي بلد يعني حتى أنت لما تسافر أوروبا عندك ناس بيعملوا أفلام رائعة وأفلام نص ونص وأفلام يعني مأساة يعني فأنا مع عمري شفت إن مصر في مرحلة ما بطل عندها أفلام قوية أو أفلام رائعة لا دائما فيه دائما فيه ودائما فيه اللي 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 أقل يعني موجودين دائما هذولي موجودين في كل في كل بلد يعني بس أنا أنا معجبة بصناعة السنما في مصر جدا معجبة في الستوديوز اللي من زمان في يعني كاست فهمت إنت لما تقول أبغى 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 أسوي كاست إلى أشخاص إنت بسرعة تلاقي يعني تقعد تختار يعني أنا أبغى دا ولا دا ولا دا بصي هو دا حقيقي لما تشوفي من من عين سعودية بسبب برضو أنه طب حكيلي أنا عايزك تحكيلي كما عندنا مشكلة مشكلة جبارة في 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 الفيلم المصري لأن الموهوبين الحقيقيين قليلين جدا جدا فالمنتج والمخرج بيختار بين عدد محدود أنا مكلم الموهوبين وده اللي دولك على كده أنه هتلاقي ممثلين وممثلات ليس لهم مواصفات النجم السليمائي المتعرف عليها لكن هم أكتر ناس بيشتغلوا في الأفلام الحقيقية في الأفلام المخرج حقيقي وليها كتب حقيقي ومنتجها حقيقي طبعا كل منتج أو مخرج بالفيلم بيشبهوا في كل حاجة طبعا فبالتالي أما بيجي دوروا على على الحاجة حقيقية يعملوها بيختاروا بين الاتنين أو تلاتة حتى لو ما كانوش ليهم المواصفات النجم السليمائي لقلة الموهبة المطلوبة في الأدوار الحقيقي فلا بالعكس احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في الحياة دي وعندنا مشكلة كبيرة جدا أن الناس لا تملك هقول تملك حد متواضع جدا من الموهبة إلا ما يكن لا تملك بلا موهبة يقدروا يبقوا ممثلين بيشتغلوا كتير جدا ويتعملوهم أفلام ويكملوا وياخدوا مية فرصة لا 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 أعتقد أنه لا عندنا المشكلة دي كبيرة جدا جدا وتتعرفيها لو أنت في الكاتبة أو منتجة أو بتشتغلي في الحدة مع الكاتب أو مع المخرج أو مع المنتج أو متيجة نقموا عشان تسكنوا الأدوار بتكتائبي يعني لو بتعملي حاجة سمين حاجة حقيقية هتكتائبي على طول اللي هو يا فلان يا فلان طب بس دا مش عمرهم بس دا مش الشكل طب مفقل ما أعرفش ما أسك طب فلان مزيف طب مش عارف إيه ما بطيقوش طب هل في منصة تجمع الممثلين عندكم مثلا بأصد إيه يعني مثلا يعني أنا لما كنت في بريطانيا تقصدي جلد يعني أو نقابة أو لا مش نقابة يعني اسمها إيه يعني أرشفة مثلا لمين موجود بيمثل مثلا يعني أنا على 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 الدين صاحبك لوحد هو حقيقة وده ودي مشكلة كبيرة جدا في مصر إنه الممثلين الموهوبين بجد هم الممثلين اللي اتسبوا خبرتهم التمثيلية على المسرح المسرح هو أبو وأم التمثيل في العالم كله فالممثلين شاطرين طبعا المصريين لكن عندنا ندرة دي دي من الحاجات المفروض طيب إنت برأيك كيف نقدر نوصل إلى يعني وش الطريقة اللي ممكن توصلنا إلى ممثل موهوب مثلا أو مخرج موهوب أو ساوند ديزاينر موهوب يعني وين ما في مكان في كل هذه الصناعة تجمع هدولي كلهم إنهم يصيروا أتكلم لك عن المستقلين مو عن اللي اللي حصلوا على فرص يعني يا ما في ناس موهوبين بس صعب عليهم يقدروا يبرزوا وسطنا مثلا زي ما قلت فلان نجم موهوب آم خلاص هو موجود أصلا حتى الوصول إلى صعب يعني وإنك بس فهمت قصدي فهمت الفكرة لما تنقى خالد صالح واثنقى سيد رجب آم وقابليها خالد النبوي آم مش هخالد نبوي آم 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 حفتكر آم حفتكر اسمه إنه دول كانوا ممثلين بقعدوا سنين يمثلوا على المصر واسنين بيمثلوا وإجورهم زهيدة جدا وصعب يدفعهم من جيبهم وعايشين عيشة يعني يعفروا حزين عيشة حزينة جدا حزين لكن فأنا مع أي ممثل يقول لي ما يخدش فرص أصلهم بيميزوا أنا عمري وتعطف معي إيه سي دايما على السلم الأمريكاني آم أنا درست إخراج ودرست تمثيل ودرست فيلم ميكين في أنواي يو وفي روك بورتمين وشوية في باريج بس عادت أكتر في في أمريكا ففي نيويورك يونيفورستي نحن كنا بخدوة عمل انتنسف كورس فيلم ديجري فيلم ميكين زي كذا بالظبط كان مدته شهرين كورس انتنسف يس كان يا سمر في الويك أند نحن بدرس من الاتنين للجمعة 12 أو 14 أو 16 ساعة ثم الويك أند سابته حد بنتلع نعمل أفلام 16 ميلي بنتلع جروبات من 5 لازم نقي مين اللي هيكتب القصة مين اللي هيخرج مين اللي هيصور مين اللي هيبقى بتاع الساوند ونرجع نمنتجه على مافيولا بقى كتباره 16 ميلي ونعرض الفيلم ونحل الفيلم ده قعدة دورين ده انتير بيريد of the of the course طيب احنا بقى تعالي قولي بقى احنا بنعمل كاسين من ايه بقى عبارة عن 8 كاراتين براء هي كبار جدا جدا بردومين صور 12 في 6 13 في 8 لممثلين الصورة كده وفي الظهر فيها كل عمل ايه ومواصفاته طوله لو انشعره ده ميزنر ولا مثل ولا ايه دول بقى كنا بنعمل منهم كاسين احنا بعد اصلا ضيعين بنهبل اساسا في الاول بس بنختار بنعمل كاسين منهم بيجلنا اي حد مثلا فجامين خمسة نقى منهم ودخلين وربعض ونحن بقى لجنة الامتحان ومتاع كنا بنعمل بنرأي لو ايه ده ده بجد ده ولا كلهم عبقرة ده تدركي بعد كده ان البطالة في السلمة الامريكية هيقدي 98% 2% 2% بس من الاكترز ار ووكين اكترز البقيين ار ويركن بيشتغلوا جرسونات ويترات بالكابتنز باس بويز ممو السنين الفرصة اللي قبل فيها بروديوسر او يطلعوا سامو الجاكسن شوفي عمل انا مرة طلعت ترجمت له في مهرجان عمل حوالي اكتر حتعمل افلام في التاريخ السينيون كلها طيب ده راجل مسل في سن متقدم جدا جدا معظمهم قعدوا سنين عايشين جوه عربية في فقر مرعب لحد مقتلهم الفرصة هي مش بالسهولة للناس متخيلة خالص فالفكرة ان الناس تحارب اكتر وان المخرجين المنتجين يجاسفوا اكتر طبعا طبعا لا ودي بتيجي من المخرج والكاتب والمنتج ناس صادقة انهم عايزين يعملوا فيلم حقيقي فنانين بجد عايزين فيلم حقيقي مش عايزين يعملوا اي قلبان ده يكسبوا منها ايشوات قرشين وقصهم بيشتغلوا وده دي اللي منها الافلام انه بتفضل تصمد في زاكرات التاريخ طبعا طبعا اكيد ده لا لا ابدا بالعكس كنت احتاج اسمع منك عشان واحد بياردو بيبقى زعلان على طبعا طبعا اني افتقد انه يكون عندي هذا الكرتون علشان الكرتون عندنا معنى تاني خالص اقصد يعني الصندوق المليء بالاوراق معنى انه ده موتي القوي او لا لا هزا كم موسين الكرتون بيدا كرتون ده كله لا لا عايزين الصندوق اللي مليان وراء فيها ممثلين علشان نعمل يعني ان شاء الله ون دي ويكن ازاي نقدر نعمل ده ويعني يكون في مكان ليهم كلهم يعني لكل لحد في العالم حتى يعني انا عايزة الناس المستقلة تحصل على فرصة ده يعني انا عارف كمان وعرفت عادت شوية مع زوجك احمد انه انت غيرك ان انت مخرجة بتميلي الى الافلام اللي غير مباشرة حيات الاسبرمانت الحيات زي بتاع انجمار برجمان الحيات اللي هي بناء دم لازم يروح لها شوية ويتعب شوية عشان يفهم هي ايه وده طبعا بشوفه شيء راقي انا اطمح له ومش ومعندي ادواته حتى فدي حاجة انا بشوفها عظيمة فيك لان فهو عارف انه بيكتب على نفس الشقاء لانه فرصه اقل بكتير جدا جدا من احد تاني فلابد ان اللي يعملها يكون حد بالضرورة مش مدعي يكون فعلا الطريقة الوحيدة اللي هيعبر بها عن فنه هي الوسيط ده وبالطريقة دي ف هل بتحتاجي ان انت تكتبي افلامك لو انت هتبقى افلام من الحاجات اللي بيش مباشرة بتلاقي بتضطر انك هتكتبي انت بنفسك مش عشان انا مضطرة عشان احب ايه طبعا كفيلم اتور يعني عندي دلوقتي فيلم اصير وهي انا بكتب قصة بقالي تقريبا مش عارفة خمس سنين او ست سنين كسيناريو لا لسه مش كسيناريو ككسة كقصة انا طولت فيها لانه انك تعمل مغامرات صح في الحكي التغامل بتلاقي الحكي لا مغامرات يعني يعني مثلا انك تنزل البحر وفي البحر في جبال وفي الجبال في في سمك والسمك في السمك ده مش اي سمك في روش وفي براكولا مش لا يعني في عندي شخصية دولفين ده بتاعي حاجة عمالة بشتغل فيها بقلي سنين لا 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 فانا سألتيني ايه المغامرات ايه بعني المغامرات هي مغامرة داخل الفيلم اه مغامرات وليس مغامرة لان الفيلم او القصة هي موجهة الى المراهقين فاحس ان لازم اتفرغ تماما يعني هذا الـ ADHD احطه على جنب وابقى كده يعني مركزة قوي على اخلص القصة دي اذا ما عملتش كده هتمر السنين ومش هخلصها ابدا بس انت طبعا عارفة ان الـ ADHD اللي هما زي وزيك هم عندهم الـ والصعوبة في التركيز والـ 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 ما اللي انا عملت ده كله ازاي فلو بتكتبيك حاجة انت مهتمية بيها وبتحبيها وروحك فيها بتحبي بركزها فيها اكتر من اي من قدم تغني في التاريخ بس دي تحديدا انا ليه وقفت لاني حسيت it was very challenging وخفتي قوي فيها تحدي كبير تحدي وانا انا بعاني من الخوف او طموح طموح كبير جدا فيها بالضبط فاحسيتني لحد دلوقتي ما وصلتش للنا عايز اوصل له للفورم للصح يس اللي اني ازاي اخلي ولد عنده 13 سنة يقعد حاطة عينه في الحكاية دي وعمال يشوفها ومش قادر ينزل عيونه من قدام الشاشة very very challenging ازاي تعرفي عقلية واسيكولوجية المرهقين يعني انا في بكنزا السعودية يعني انا مثلا اول ما ابني بدأ يعني يدخل في مرحلة المرهقة انا عملت الـ therapy ميديتلي عملت الـ therapy عشان تتعاملي مع ازاي بالضبط علشان اتعامل مع افضل حتى انا احسن من جودة حياتي يعني بصراحة therapy يعني خلتني ام اجمل مليون مرة وفي كل يوم اتعلم يعني شيء جديد يعني مع علاقتي بابني يوم ما ما بقى ابنك هيقعد في كرسي في بودكاست بعد عمر طويل وهيكلم خلامي يمكن اقوى اقوى عن مامتو زي ميديتلي على والدتك كونك تفكري انك تشتغلي على على سايكولوجية الطفل وازاي تبني علاقة معايا وانه وفيش حاسبان انا اسمها اعرفه وانا لقى لازم لغة ده شيء متطور جدا جدا اموت في الاطفال يعني مثلا لما يصير في تجمع عائلي اترك كل كبار واروح اقادية كل صغار اصاحبهم اسولف معاهم اسمع قصصهم يا شيخ القادة مع الاطفال يعني تطول العمر وتوسع الافاق وما تحس ان في حدود او في كل شيء مفتوح كل شيء قابل الى التحقيق فاستمتع في ومو بس استمتع احس ان تمنيت ان قدرت اني اوفر وقت من حياتي او هبى الى الاطفال يعني لو اسوي مثلا اي شيء اليهم فالان بالنسبة لي هذا القصة حقتي اللي هي ورد ومصباح هذه بالنسبة لي هي الهدية اللي بقدمها الى كل اطفال العالم يعني شقد انا حبيت الاطفال هذه اثبات حبي اليهم فانتي استصمرتي في علاقتك بالاطفال جدا بسبب انسانيتك وفي الاخر هي مو انسانية هي متعة تغذية للروح يعني مو يقولك في انت تغذي بطنك انا اغذي روحي هي خفافة الدم هي الافكار هي الاموت في الاطفال يجننه وفي الاخر الفنانين يعني دايما يقول انه الفنان بيطلع من الطفل اللي جوانا وان الواحد اهم شي هذا الطفل ما يكبر وانه كلنا او جهاد المفنان انه يفضل يحافظ على الطفل ده عايش وهو اللي بيقوده في اي ابداع فني يعني هو الافضل انه هو يتعلم يقود يعني اني بالنسبة لي اني ابغى اترك اثر يعني انا كثير متأثرة يعني سواء لما انت تجي تشوف احنا كبرنا على عدنان ولينا عدنان ولينا هيا وميا زاكي تارف عدنان ولينا اخسم بالله ما فاهم ولا كلمة بس مش اوكي ما تعرف سپيريت اتاوي سپيريت اتاوي انت بص انت ما ساحت بقى لكده مش هعرف عام الحلقة التانية جاهل فضالي كمي خلاص علاق خالص فضالي هقولك تلوقتي هيا وميا زاكي ده اهم اناماتر ده شكل ساونز لك حاجة هدي يباني مثلا يباني اه بتقول المانجا يعني كده يعني هو من الاوائل اللي عملوا يعني هو كل حاجة عملت دلوقتي من وراه يعني هو المؤسس طب تعرف هايدي 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 الجميلة هايدي اليتيمة انا انا او انا عارف اقول معلش كل حاجة لينة ولانا لما البنت مش طيقاني خلاص هايامي مين هايامي مين هايامي مين هايامي مين اوكي اوكي احنا هاي ساقفتنا نحنا مزبوط مزبوط بس انت انت عارف دلوقتي انت عندك نتفليكس شتميتني ولا مزبوط لا مش هتمت ابدا ولا جتيمة ولا حاجة اه عندي نتفليكس او الله بص انحو قللك ساني انت انت يا سازل الحسين يا الحسن ما عندي واحد دي اسمو الحسين انت سمعت الحاجة دي اسمو حقيق حقيق بصي احنا كمصريين نبهرك في الحاجة دي لا انت دلوقتي انا مبسوطة انك ما تعرفش حاجة علشان انت الطفل اللي جواك دلوقتي حيعمل حفلة لا تنتهي من السعادة يمكن يمكن هذا يكون بداية لا حيكون مصب الشباب اللي داخل روحك اش جد راح يسوي فيك هذا الانسان هذا الانسان يعجز لساني يوصف لك شلون لا تنتو صفلنا انا حوصف لك يعني عارف لما قلت لك انا ازا قدي ايه بحب الروائي الياباني موركامي هاروكي موركامي سو انت تخيل اني كل حاجة هاروكي موركامي بيكتبها بيكتبها وانت بتقراها انت بتشوف كل حاجة بس بعيونك ده الستوري تلينك بتاعه ده الستوري تلينك بتاع هياو ميزاكي هزا ان اناميتر اناميتر يعني مهم جدا هنا لما بيكلم اناميتر المعنى انه هو بيرسم بايده ولا معنى انه هو بيعمل يعني هو دلوقتي اخد جولدن جلوب اول مرة في حياته على عمر 82 سنة على فيلمه الجديد عمر 82 سنة فيلمه الجديد اللي هو اسمه The Boy and the Heron او ماي جود انا يعني طلعت من السنة وكانت اول مرة في حياتي ادخل السنة ما في السعودية يعني هذي كانت لحظة تاريخية بالنسبة لي فلما سمعت او مرة تخشي السيني ما كان عن الفيلم ده يس دي ذكرى ممتازة ذكرى جدا يعني استثنائية ويعني ما اقدر اوصف لك عباس عباس انا سعيدة انك اول مرة تسمعن مني وسعيدة ان انت ايامك الجاية بتكون حياتك اجمل من وراء هذا الاكتشاف اسلامي والله الله يسلمك يا رب بس انا طبعشان برضو اللي بسمعنا بفاهم لو لخصناها هي عبارة ايه بالبلدي كده عبارة ايه الافلام بتاعته هي في تنوع غير طبيعي يعني على سبيل المثال رسوم لا الافكار يعني مثلا عندك نواية الافكار نفسها ايه مثلا بس الوسيط الانيميشن ايه اوكي يعني هي اناميتد فيومز باليد مشسومة كل حاجة باليد الى الان ده غير الكارتون الاسم المانغا ولا هو ده هو هو ولا ده مرحلة من ايثنك هو اللي اسس يعني هو من المؤسسين حق المانغا اوكي طب كماني بليز ام فبيخلق بالانيميشن يعني مثلا على سبيل المثال وصلوا المكان والبنت ومامتها وباباها وقفين قات الريح كده خدتهم تدفهم لقوة فانت تخش قوة تشوف عالم قوة ايه بقى قوة ممر الممر اوكي زي كيف او زي ممر ممر تحفة يعني بنائيا جميل جدا بعدين بتخش قوة بتشوف عالم غريب كله فاضي يعني مفيش كل حاجة مطبوخة يعني مطاعم وبنايات واماكن بس مفيش حد موجود فيها اللي البنت ومامتها وباباها مقدرش اكمل مش هايز احرق عليك حاجة لا لا ما ينفعش يعني منطقة مهبورة حتى المنطقة المنطقة اللي هو بيلعب فيها هي الفانتازيا يعني بشكل ما يخطرش على البال اللي هو هياو ميازاكي ده الفيلم او اسم الشركة اللي بتنتق الاعمال اسمها ستوديو جيبليز انت تعرف ان الامريكان عام ديزني لاند تحديدا عام 2019 اشترت من عند ستوديو جيبليز كل الافلام جيبليز بتاعتو هو اه جيبليز دي افلام تم انتاجها لي واللي فنانين تانين اي عمل يعني ابنه كمان ابنها ياو عام الفيلم اسمه Tales from Earth Seas ده خلاني اتصالح مع الموت انا بطلت اخاف من الموت بعد ما شفت الفيلم ده خلاص الموت بالنسبة لي بقى شيء طبيعي بقى شيء يعني بقى شيء لدرجة مش بس مش مخيف I cannot define me living my living without being dead يعني unbelievable ذاك الشبل ومن ذاك الأسد وها بيستخدم نفس نفس الشغل نفس الشغل حق ستوديو جيبليز ستوديو جيبليز يعملو يعملو في الفيو أو الدبلاج الدبلاج أو الدبلاج علشان هم كانوا يشعروا بالأسى صحة شلون أن ديزنيلاند خلت حياة الأطفال بائسة بائسة بدون مبالغة يعني أفكار القصص أجسام النساء اللي في الشخصيات أنك تقعد تنتظر المنقذ يعني sleeping beauty واش هذه القصص المدمرة إلى الأطفال فأنت هنا تجي تنظر إلى منطقة هم كانوا يبغي يحسنوا من الثقافة الأمريكية من وراء استثمارهم في أفلام studio ghibli ده معناها أنه دول كانوا شايفين أبعد وعلى مستوى ثقافة أعلى منهم مرحة جدا يعني أنت بتقول كوكب اليابان فأنت شوف يعني اليابان وصلين لفين في أن هما يوصلوا لك حاجة ليها علاقة بالفنتازيا والأطفال يعني يعني على سبيل المثال kiki's delivery عند بنت عندها 13 سنة هي ساحرة وأمها ساحرة وعندهم تقاليد أنه لما يبقى عيد ميلادها التلاتاشر تسيب ممتها وباباها وتطير بالمكنسة تروح لمدينة تانية ولازم تلاقي مدينة تلاقي نفسها فيها هي حتعمل إيه؟ إيه نوع الشغل اللي هي لازم تعمله؟ فوهي في الطريق بتقابل سحرة تانية ومغرورة قوي وبتقول لها أنا لقيت المدينة بتاعتي وأنا منجمة بقول بتكلم عن الحب والغرام وانتي عملة إيه؟ فبتقول لها أنا معرفش أنا راح أكتشف ففاهم منطقة منطقة مختلفة تماماً عن وخيال برضو مضبوط وإحنا زي ما كانت لنا بتقول إحنا الثقافة دي عندنا من بسبب الدبلاجات يعني الدبلاج اللي هي الدبلاج السوري العراقي الكويتي كل هذي الدبلاجات كانت جينا من من اليابان يعني على على التلفزيون على الأفلام دي اللي هي مسلسلات وفي فيلم شفتها إلى هيا وميا زاكي ما كنت أعرف أنه إلى هيا وميا زاكي ما اكتشفت يمكن من سنتين وأنا شفتها من الطفولة من الأفلام المدبلجة ودلوقتي يقدوها الممثلين الممثلين يعني مضبوط سواء أنت في الناتفليكس أول مرة حتشوف الفيلم ممكن تشوفه بالإنجليزي المرة الثانية تشوفه نفسه نفس الفيلم حتشوفه تاني وتالت ورابع لأن أنت في كل مرة تشوف الفيلم ده أنت حتكتشف حاجة حاجة ما اكتشفتها من جبل يعني شيء ملهم رائع وده من الناس طبعا الانسفير ديو طبعا يعني أنا يعني أقولك يعني من وانا صغيرة وأنا بموت في هيا وميا زاكي وأنا اللي كنت بجيب لولدنا الصغيرين بجيب كل أفلامه من صاحبتي اليابانية في بريطانيا مامتها بتبعت لها بالبريد الأفلام وبنقعد وبنشوف شغله هم صاحباتي اليابانيات اللي عرفوني على أنا بعرفه بس ما بعرفوش بالأربدة ما بعرفش الأعمال دي يعني بعرف جزء صغير مقارنة بالكنز اللي موجود عند اليابانيين وهو أنتك ده على يعني على سبان وقت على فوق كتير كتير يعني إذا بدنا نقول هايدي متهد نزل يعني أنا هايدي I believe in the 70s فهو راح على سويتسرلاند مع صاحبه وعمله مسلسل وكل حاجة عملت في المسلسل ده كلها من الحقيقة المروج الخضرة كله حقيقي كله حقيقي ترسم قابلت زوجك الشعر أحمد الملة الملة ولا الملة الملة بلبنان الملة عندنا أوكاي قال لي أنه هو ديوان الأخير اللي كتبه حكي لي أنه ديوان كبير جدا فأنا بقوله ده كل أعمالك أي لا ده بس ديوان الجديد الحمد لله ده يعني أو لا حسد يعني لهم لا حسد ده إنتاج غزير رهيب قال لي أن أنت قمتي برسم مقابل يعني كل صفحة كنت بترسمي للناس وكاد برضو رسومات مش بشكل مباشر يعني لو فيها في نوع من الاستقلالية يبقى مش هتعمل طير يس صح فأنت عندك برضو حتة الانيميشن والرسم دي بص أنا حقولك حاجة أنا خطي وحش قوي أنا حسد تقولي ألا ما فيش حاجة ما ما بقدرش عمل لأ أنا خطي وحش بشكل أنت ما تتخيلوش لدرجة أنه أنا في المدرسة كل المعلمات بيتنمروا علي يعني أي حد بيشوف خط لا يقرأ لا يعني مش بس لا يقرأ وكمان فكله كمان ناقص يعني ناقص في كوم والبشاعة في كوم فالخطة عندي عقدة وقت بقى نزلت الكيبورد ومش عارف إيه أنا خلاص ارتحت من الهم ده حتى 2018 قررنا نسافر أنا وأختي سمر وشدية نسافر إحنا الثلاثة شي 14 يوم ولا 13 يوم لأمستردام فقلت لإخواتي أنا حستغل للفرصة دي بمفردكم من غير أزواجنا راحين إحنا التلاتة لوحدين فكنت بقول لإخواتي ده تطور في مصريين ما يردوش به أصلا يعني إنه مراتاتهم يسافر لوحدين إيه إيه لا إحنا عادي فهذا شيء عظيم يعني إحنا أزواجنا لما نكون سعيدات هم يكونوا سعيدين وربما اختيار كلهم برضو طبيعا ويبقوا كده طبعا أكيد فكملي فجبت معايا نديم ابني داني دفتر اللي أنا عايزة ديهولك هو عليه غزال وكلام حلو كده أنت جبتلي هدية بس أنا عايزة ديهولك ويجي مسافرة وأنا مسافرة فخدت الدفتر معايا وفتحته وقلت لإخواتي أنا دلوقتي حكتب القصة اللي حكيت لك عنها اللي هي ورد ومصباح فروحت كأكتب أكتب 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 بعدين بصيت على أخواتي قلت لهم إيه القرف ده أنا مش عارفة الفكرة بتيجي في دماغي بتروح خلاص قد ما بتيجي يحطيها على ورق إيه أنا مش طيقة أكتب خلاص عارفين هعمل إيه أنا حرسم فقمت خدت الألام الإنك وبدأت أعمل خطوط خطوط هنا وخطوط هنا وصار يطلع كل شوي بيطلع حاجة دي كان بداية علاقتك بالرسم لا أنا علاقتي من الرسم من ونا صغيرة وكان حلم حياتي أني أعمل رياليزم آرت فرياليزم آرت كتير صعب كتير ما فيه إليك قدي صعب رياليزم اللي هو اللي هو الرسم الحقيقة يعني ده صعب إيه صعب جدا يعني لازم تتفرغ إلى أنك تكسب مهارة عالية جدا فأني ما كان عندي كان محكاة للطبيعة أصودي أصدق يعني فاكر الأول قبل الكاميرا كانوا إزاي بيوسقوا بيوسقوا الأشخاص بيجي رسام بيرسم حد دي زيه بالضبط آيوة صح فدي بيسموها رياليزم آرت اللي اسمها بالعربي إيه الفن الواقعي مظبوط هي الفن الواقعي مظبوط فكانت المهارة اللي عندي في الفن الواقعي جدا بسيطة فبس ما منعنيش إني أرسم فبس كمان مش زي ما أنا بتمنى أنا عايزة أبقى أحسن بس دخلت في الفوتوغرفي وما بقاش عندي enough time أعمل كورسز وأروح وأجي وأي فوكس on this skill فوقتها بلشت أعمل خطوط لأول مرة في حياتي أكتشف أنا اللي أكتشف ريم تكتشف إنه هي فنانة في الخطوط وذكرت إنه في عام 2001 كنت في باريس مع أهلي ونزلت إلى الرسامين اللي عند سن عند نهر السن فالدفتر كان مليان رسومات وفيها إيه فيها شادوس فرايح أاخد opinions يعني إيه رأيكم من الرسامين اللي هناك إيه رأيكم في دا إيه رأيكم في دا شقاعة إيه يس فكل حد ساب كل حاجة نتعبان عليها وراح للخطوط بتاعتي وقعدوا يتناقش وإيه الفضاعة دي أنا رحت عيط محدش قال لي كلمة حلوة على اللي أنا حموت عملاعي اللي هو دا اللي انت في خلق أحسن حاجة عملت نظبوت فهم من اللحظة دي هم اكتشفوني وأنا لأ أنا خدني من 2001 ل2018 عشان أعرف أن أنا فنانة في الخطوط فأنا عملت 120 رسمة في الدفتر دا وبعدين عملت يمكن 100 تانين على دفتر تاني وبعد ما قابلتيهم؟ لا لا دا في 2018 مع أخواتي لما قلتلك لما بديت أول خط أنا خلصت الدفتر كله وعملت دفتر تاني وعملت دفتر تالت بعد كده نديم كان مخلص دراسة وعايز آيباد جديد فخدت له آيباد جديد وقال لي ماما أنت تاخدي الآيباد القديم فخدت آيباد نديم وصلحته وزبطته وحطيت عليه شاشة وبدأت أرسم ديجيتال تعرف أنه من 2018 إلى اليوم يعني أنا طولي للصباح اليوم كنت أرسم مو طولة يعني بس جزء يعني قضيتها أرسم فاللي صار أنه صار ثرابي طبعا يعني أنا على مر السنين ما فيش ما فيش أي حاجة أنا بقدر أعملها كل يوم إلا الشغل ده أنت عارفة طبعا يا سمر ياريم سوري أنا وسمر واحد أختي ما رفتش بعيد أنت عارفة طبعا ياريم أنه فيه اتجاه جديد في السايكو ثيرابي أنه مظبوط التشافي النفسي بالرسم مظبوط تذهل ده وأصبحت هي اللي بتعمل ده للناس أصبحت فأنا فاهم إزاي أنه ده ممكن لا دي منطقة ما قدرش أقول لك يعني يعني أنا مستحيل أكون نفس الشخص اللي قدامك لو ما دخلتش في المجال ده يعني المجال ده أنقذ صحتي النفسية تماما وهو ده يتماشى مع طريق تعبيرك عن أي فن مصبوط طريقة غير مباشرة مش بس كده هي نفسها أنا أنا إيه علاقتي مع الأرت أنا علاقتي مع الأرت من البداية أن أنا عايزة أعبر بس لما أنت تعبر بأرت مش زي لما تروح لعندي حده وتشتكيله صح أنا مش بشتكي أنا بعبر عن شكوتي بالفن بتاعي يعني وأنا حس ده بالضبط لايه بتعمل ده الفني أو الألاجي الجديد بالرسم فعندي واحدة من صحباتي المقربين هي فرنسوية اسمها يال فلما عمالة بوريها شغلي جديد لأنها نقلت لفرنسا فأقول لها شوفي شغلي جديد إيه رأيك فيه صارت تطلع في الشغل الجديد وقال لي مفيش حد متقطع مفيش حد بيبكي مفيش حد كل حاجها حلوة وسعيدة وبتجنن إيه الشغلي ده فإنه بتشوف بتشوفني بتقلم في شغلي يعني بتشوف مثلا الكلاج آرت اللي بعمله بتشوف اللي بعمله في نوع من يعني تعبيري عن الألم كبير في معناف بحتاج آه بحتاج إني أطلع لو يكون والكلام مش بيكفي يعني الكلام بالنسبالي مش هو اللي بيريحني اللي بيريحني إني أقدر أترجم اللي دخلي بالرسم بالموسيقى بالكتابة بالإخراج يعني وكأن البنزين حقي هو إن الألم يتحول إلى آرت عارف برضو إن قصة يعني أولا حياتك كلها غير تقليدية كامرأة السعودية كابنت السعودية وبرضو قصة زواجك أنا صح إني أعرف إنه برضو كان فيها صعوبات كتيرة كان فيه مزاهب إسلامية مختلف تدري تحكي يعني هو من من الإحساء والإحساء إيه بقى الأحساء هذه محافظة في المنطقة الشرقية يعني من أجمل المحافظات والقطيف في المطقة شرقية برد مزبوط فهي تبعد الإحساء عن القطيف ساعتين تقريبا فأحمد وطبعا في الإحساء أيضا هناك سنة وهناك شيعة يعيشوا مع بعض في المحافظة إحنا في القطيف لا نعيش كله شيعة ما في بيننا إنه في طبعا موجود منطقة دارين يعيشوا فيها سنة في عنك يعيشوا سنة بس ما في بيننا وبين بعض نفس التداخل اللي موجود في الإحساء يعني استثنائي اللي في الإحساء فأحمد جاي من من الإحساء من عائلة كبيرة جدا بيت الملة معروفة وأنا بعد جاي من عائلة عائلة شيعية كبيرة يعني هم هو عائلتها فيها تديون وأنا عائلتي من الطرفين وقالتوا سنية سنية وأنا عائلتي شيعية وهو عند يعني متدينين وأنا عندي كمان من عائلتي متدينين والعائلتين كبار بس كل واحد في حدي مزبوط وأنا كمان يعني أنا أمي من بيت الخنيزي في بيت الخنيزي أيضا في عندهم شيوخ وعلامة ونفس الشي من جهة بابا البيعت في بعد شيوخ وفي علامة فما هو شيء يعني كان بسيط على طبعا على العوائل إنها تستوعب إنها سنية وشيعية يتزوجوا في هذاك الوقت كانت أعماركم عندي أحمد 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 ما كان يعرف عمري لا أنا الحمد لله لما يكبر يموت ومبسوطة بكل شيء وبكل تجعيد وما عندي أي مشكلة أنت زي الأمر آمين الله يسعدك أحمد أول ما تعرف علي ما كان يعرف عمري أبدا لأنا زي ما أنت قلت أنت ممرتيش بطفولة أبدا فأنا الوقت اللي تعرفت فيه أنا كنت يعني أقولك أكبر من سنك بكتير بكتير فحتى يعني أول مرة قلت له أنت تفتك يعني عايزك يو جس أنا عمري كام فقال لي والله ما أدري عمرك يمكن 33 32 30 فهمت فأني صرت أضحة تفحدت أني خلص اي 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 فقلت له لا لا 23 فأحمد سكر التليفون قال لي قال لي أيش قال لي this is a child abused بخ سكر التليفون ده والله ده رجل مخترم اي جدا دوبني صراحة بس ما تركته يعني رجعت كلمته مرة ثانية قلت له العمر رقم يعني أنت تقدر تشوف واحدة في الثلاثين ولا الأربعين ما تكون ناضجة أبدا يعني فأنا كنت عارف عمره بس هو مش عارف عمري فالصعوبات بقى وطبع كان فيه برضو صعوبة لفن السن يمكن بالبداية من ماما وبابا كانوا قلقانين علي أنه إزاي هاخد واحد أكبر مني بس ماما حطيت عيني في عينها وقلت لها ماما مين فارس أحلامي أمي أمي على طول ابتسمت ماما عارفة أن أنا مش بحب الصغيرين علشان الصغيرين ولاد صغيرين ما بيستحملوش أنا أتكلم مش بيفهموا علي وما بالك بقى في السعودية لكن أصلا البنت عمتا بتندق قبل الراجل بكتير بمرحل لو همش هايفة يعني بزبط حتى لو كانت هايفة هتكون كمان أنضغ من الراجل في فترة معينة مية بالمية مية بالمية فماما عارفة يعني ماما أنا بحكي لماما كل حاجة بقول لها أن أنا مش عايزة حدي يعيش معايا تلاتين سنة وبعد كده يقول لي آه أنا دلوقتي بشوفك أنا دلوقتي بحبك تعالي عيش معاك أنا عايزة من اللحظة الأولى أحس أن أنا متشافة ومتشافة وحدي يسمعني وحدي يعطيني مشاركة مشاركة بالزبط مشاركة ثقافية وروحية فهو فيه فرق كبير بس يعني بجد بجد يعني ممكن تلاقي حد صغير ناضج وحد كبير مش ناضج والعكس صحيح مليون في المية وبنشوف ده كل يوم مزبوط وحتى العمر يعني الموت ما بيعرفش حد ما بيعرفش صغير كبير يعني أنا ممكن أموت قبل اللي أكبر مني فيعني مش هي دي المشكلة وانت لما تيجي تفقري كبير في فكرة العمر نفسها هي فكرة بشرية تم تم انت محصلة تجاربك ومحصلة مدجك مزبوط وزي ما تجيب برضه حتى يعني مع التشبيه مختلف عربية موديل أقدم لكن وفينتج قتلتني بالتشبيه ده هو فلي هده أنت معنات هتموت في السيارات لا والله مش قوي بس أنا بس فاهم عليك بس فاهم عليك أنا أستخدم مصر للحياة إيه 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 فأله هو التشبيه إيه إيه وقدين بلأدم مستهلك أو قدين بلأدم محافظ على على الطفل اللي جواه خلينا نتكلم بقى في الصعوبات اللي هي دعوة بالتجاهات الدينية هو شوف هو أهل أحمد في مرحلة ما كانوا جدا زالانين وأهلي من كانوا موش أمي وأبوي يعني العائلة يعني بره أمي وأبوي لكن أنا أمي وأبوي مجرد اتكلمت وياهم على طول على طول رضوا يعني ليش أمي اللي تعرفني توقف في وجهي علشان أفكار يعني سطحية طبعا يعني هو كان مطلق ولا كان أكبر يعني هذا ما أقدر أقول إنه أوه والله فلان هذا مطلق لا لا هذا فلان إنسان رائع كل إنسان ممكن يتزوج وينفصل ويردي يتزوج ويردي ينفصل يعني الحياة مو سجن يعني ولو جينا نخدها من مسألة حتى إحصائيات إنه أكتر الطلقات والانفصال بيحدث في أزواج وفاق أمار متقربة في الصهاري مظبوط بالعكس هو الفرق هو اللي بيبني طبعا أنا أتفق معا بأخد حاجات وودي حاجات والعكس صحية مية بالمية وفتكة التحمل وفكرة ساعة الصدر وفكرة الاستيعاب صحيح يعني أنا أنا أتخيل أحمد عايش معايا أنا لسه بس من سنة تشخصت يعني تخيل قد إيه يعني والله أنا زيك بظلط تشخصت برضي من سنة إيه يعني مش معقول مش على إيه على إيه دي تشديسة آه مظبوط فيعني يعني هو كمان لا بسيحنا بقوله زيه جدا في الحياة يعني يعني نتعايش يحبونا جدا آه طبعا مظبوط مظبوط فهو حبني جدا بسويش سوماتنا عنا جمدين يس وهو حبني حبني بالجناندة مكتوب على قرط جدا يستعدك فحصل نعم الممنعة أو نعم المقاومة أيوب وخلاص مدام ماما وبابا راضين وهم تغلبوا على الحكاية دي يعني أنا العقد الكرام بتاعي ما كانش في حد كان كل حد يعني ما كانش حد فرحان بصراحة كانوا زعلانين بتحيل بس أول ما كل حد شفني سعيدة بس كانوا رطخين صح صح يعني أنا يعني أنا قلت أنا عايزة يعني والله علي والله يعني مفيش حد زي أحمد أيست مع الكلام ده وانا متأكد بسمعه كتير جدا ايه أكيد هنروح بقى آخر حتى كده في البودكاست في عشر أسئلة هسألهم لك وانتي يجاوبي يعني أول إجابة تيجي بس يعني إجابة معبرة عنك بردو بس من غير ما تكتهدي كتير حاضر لو أنت في حياءة أخرى كنتي حيوان ما كنت اختري حيوان إيه؟ كنته لو ما كانش ده كاريرك كان هيكون إيه؟ لو ما كنتش في ده المجال ده كنت حكونو وأنا دلوقتي عمالة أسعى أني يعني أنه ما يكونش عمري like 48 مثلاً 50 إلا وانا بقدر إني أعمل في فلمانكو يعني أنا عايزة حققه بس أنا قلت قلت لي لو ما عزا كارير ويز إنه إنه كنت هعمل ده تروح إلى أندلس بقى وتعاديش في لازم تعليمي إسباني لو عايزة كمان لأنه الأهم حتة هي سيفيليا وسيفيليا معظمهم ما بعرفوش ولا كلمة إنجليزي والسيفيليان فلمانكو لو أهم درست سيفيليانا درستها لازم تعرفش شوية عشان لو يعلموك بس هو أنا أنا إزاي أعرف الأسباني أعرف الـ ADHD أنا إزاي تعلمت إنجليزي أصلاً أنا كل إنجليزي بتاعي هو يعني هو أنا صغيرة بستفر I speak fluent English بس اللي قصدي هو كان في إني بعرف كلام كتير بس ما عرفش معنا طايم قصدي لا أهو في إنك عصدي وبعد كده كده تعلمت اللغة يعني أنا جيت لما جيت أتعلمها على أصلها مريت بإني أجمع الفكابل اللي عندي من سنين طويلة أعرف إزاي رتبه فأنا عاملة دلوقتي نفس الشيء بالفرنساوي نفس الشيء بالأسباني فبفهم أسباني كويس دلوقتي في المرحلة دي ده أحمد بيقولك أنا سمعت فلامينكو أكتر من أي أسباني في كوكب الأرض قديم أنا بسمع كتير فلامينكو أنا عندي العشق ده جدا برضو بشوفها حاجة وألوان كتير في الفلامينكو يعني في كل الألوان وفي مهرجان بتعامل في كل سنة في وقت أعتقد في إيه؟ أبريل أو ماي في سيفيليا نقصها في لما نكون أوكي لو قابلتي الله سبحانه وتعالى أول مرة تحبي أول حاجة يقولها لك إيه؟ أول كلمة يقولها لك؟ مش محتاجة أسمع من ربنا كلام أبدا أنا ربنا عرفت يعني هو في داخلي مسكون يعني لو بس يبص علي الكلام كله حيكون تقال مش كلمة وإنما حاجة أكبر من الكلام أنا أصد يعني هو سبحانه وتعالى لو حيتحدث إيه؟ ما أقدرش أتخيل لا ما أقدرش أقدر أتخيل إنه هيكون في حاجة أقوى من الكلام لأنه إحنا دايما نقولها بشكل شعبي الله ما شفناها بالعجل عرفنا فهي دي الفكرة ربنا أنا بحس فيه طول الوقت يعني عايش جوايا فما بقولش ما بقولش لربنا كلام أنا الكلام اللي بقول لربنا هو بدون ما بقول الكلام يعني فهم قصدي؟ طبعا إنه في صلة مباشرة مظبوط مظبوط روحانية بحتة عاصر كنت تحب تعيش فيه اللي مو قديش عايش في العاصر الحالي ماي جاد أكيد عاصر الباروك أكتر حاجة فيك تحب تغيري أنا أحب أتغير دايما بس إيه أكتر حاجة أحب أغيرها يعني لو في حاجة آلا في حاجة تحبي تغيري فيك إني يكون عندي أكتر مهارة في إني أسيطر على مشاعري أنا دلوقتي بتعلم بس إني عايزة أشوف نفسي كمان أحسن من كده يعني أنا عمالة بتطور بس عايزة أحسن شخص في التاريخ كنت تحبي تقابليه في التاريخ كله لو خياروكي في واحد شخصية واحدة سؤال صعب جداً ما أدري بس أتمنى أشوف هاروكي موروكامي واحدة من أحلامي حقرار له والله الكتب اللي أنت قلت يعني دي هتديله فرصة تانية تديله وتديله يس لأن نقول لك أختي اللي أنا يعني معلمتي في الحياة نعم بتعشقه بشكل جبار يس لو هتعدي مشوار حياتك كله هتعمل إيه مختلف فيه ولا حاجة قلت متأكد من الإجابة دي أكتر كلمة بتحبيها يا عمري الله عليك أكتر كلمة بتكرهيها أكتر كلمة بكرهها ما تقدري ما تقدري ما تقدري يعني لما حدي يقولي ما تقدري أصير مو أقدر أصير يعني لو حتى مو قادرة أتعلم كيف أقدر ما أكره هذي الكلمة لو صحيتي من النوم وليتي نفسك في منصب تقودي للبلد اللي أنت ما جاي منها أول قرار تخديه أول قرار حاخده أني حعمل أكبر مكان إعادة تأهيل موجود في البلد يعني إلى كل الناس اللي عندهم صعوبات سواء كان في الإجرام مثلا صحة نفسية أبغى أوفر بيئة كاملة إلى أنه يتخلي الناس تصير عندها حياة أفضل من خلال هذه المراكز يعني مثلا أحد مجرم بس ليش هو مجرم أبغى لما يدخل إلى هذا المكان هو يفهم وش اللي مر فيه وكيف أنه يصلح ويطلع مجرم أفضل وما يطلع مجرم خلاص يعني يبدأ من جديد أو حتى لو كانت وش بشاعة الأمر اللي سوا بالرغم من ذلك هو يكون إلى فرصة أنه يكون في مكان يقدر أنه يتغير فيه لأنه نحن ما نختار ظروفنا ظروفنا هي اللي تجي فأحس أنه أني أفتقد إلى يعني لو كان عندي سلطة أني سويت هذا المكان ريم سامير بياد بشكرك جدا على وجودك وتشرفت بمعرفتك والحديثة الرائعة اللي تم بين المهاردة وهتابع أفلامك وهنشوف في العبقري الياباني وهنتكلم بعد كده وغالبت بيورتيني حاجة هتفتح لي أفاق جديدة بشكرك جدا جدا على وقتك استمتعت معك جدا أنا كمان استمتعت معك جدا من أجمل الحوارات من أجمل يعني من أجمل الانتربيوز اللي أنا عملتها سوفار في حياتي كلها الانتربيو معك أشكرك يعني شكرا لطبيعيتك شكرا لأنك جبتني وبتعرفني على على يعني مصر مصر طبعا يعني ده شرف لي أني أكون هنا وأني حد يسمعني فأنت لشكرا بجد سعيد بي جدا وخليك كده وكيب يعني بين أنميزنج بي جدا طول الوقت بشكرك جدا الله يسعدك شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر